اهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا مع قيمة علمية كبيرة في عالم المخ والعصاب عالم اللي احنا بنفتخر به نسعد به على مستوى المصري والعربي وعلى المستوى الثقافي الاهلامي احنا نتفنان فرد بان احنا نرجعية المخ والعصاب والوطن العربي الحمد لله بحاجات كتيرة لكن خلينا ابدأ حوار بانه التهور بيعور تهور بيوسيق جدا للمتهور وزاد التهور الحقيقة في الفترة في الفترة المشار مش المفروض يركب على مساء على سرعات كبيرة اصابات بتحصل والدمن تكون غير النهاردة حوار زي ما وصلكم ممتع ومسيط للغاية وضيفي واحد من الشخصيات اللي بنتخب بها على المستوى العلمي وعلى المستوى الجرح هي اداءه العلمي يعني متميز للغاية واحنا النهاردة اكيد سعداء بين احنا بناس صديق واحد من اللي بيكرمه بشكل ريجولر منتظم يعني ما شاء الله في تكريمات من 2010 و2015 و2017 من جامعة القارة من كل الطب اصر هنا جامعة القارة على الابحاث والبحث العلمي اللي في مجال جراحات المخوى الاعصاب ضيف العزيز القيمة العلمي المتميزة لأستاذ دكتور ايهاب عيسى وأستاذ جراحة المخوى الاعصاب والعامود الفقري الأستاذ بكل الطب اصر هنا جامعة القارة عضو كونجرس الامريكي لجراحات المخوى الاعصاب والعامود الفقري وطبعا جامعة كورتيل بنيورك كورتيل بنيورك بالولايات المتحدة وكولومبيا جامعة كولومبيا بنيورك بالولايات المتحدة الامريكية وجامعة أريزونا وهلسينكي فنلندا وصاحب التكريم من جامعة القارة عن عوام 2010 و2015 و2017 الاسم الجراحي والأكاديمي المتميز لغاية كنتون ايهاب بنيورني وسعيد جدا بزيارة تكريم النهار أهلا بك يا دكتور ايمن وكل سنة وانت طيب والسلام مشاهدين بخير والصحة والسلام مبروك مبروك ألف مبروك احنا سعداء جدا بالتكريمات ما شاء الله عن جامعة القارة على البحث العلمي على البحث العلمي على البحث العلمي بالضبط عن البحث العلمي الدولي في مجال جراحة المخوى العصاب والعامود الفقري عن مجموعة الأبحاث اللي أنا بنشرها في المجال ده الأبحاث دي خلينا نتكلم عنها شوية باختصار يعني بص أنا كنت عايزة اديك نبزة بسيطة عن يعني يعني ايه بحث علمي في مجال العمود الفقري والمخوى العصاب يعني ممكن نقولي الاهمية بتاعته بتتلخص في ثلاث جزئية الجزئية الاولى هي العمل بالحديث بتاع رسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم العلم وعلمها بحيث ان انت لما بتنشر الخبرة بتاعتك في المجال اللي انت متخصص فيه طول عمرك زي التدخل المحدود في العمود الفقري سواء الفقرات العنقية او الظهرية او القطنية التدخل بالميكروسكوب ازاي تتعمل مع الغضاريف مع الدي لما بتنشر خبرة العمر بتاعتك والتقنيات اللي انت وصلت لها والطرق بتاها لما بتقدر تنشرها في المجلات العالمية المجلات العالمية لها كوميتي معينة لما بتبعت الحاجة فيها بالخبرة بتاعتك او لو تقنية جديدة انت عملها بيتم درستها وبعد كده يتم نشرها في المجلة العالمية الكبيرة دي لما بيتم نشرها إذن أصبحت الحاجة دي مصرح بيها أن يزاولها جميع جراحين المخ والأعصاب على مستوى العالم ده بيدي فرصة أن أنت بتنشر العلم مش بس الناس اللي بتساعدني أو الناس اللي معايا هي اللي تعلمت بس التقنيات دي أو الخبرة دي لا كل من يزاول مهنة جراحة المخ والأعصاب والعمود الفخري أصبح متاح لين ويتعلم الخبرة اللي هي بتاعت السنين كلها يتعلمها من خلال إقراءة الأبحاث دي الحاجة التانية طبعا هي مهمة للجامعة بتاعتك كل ما الجامعة نشر فيها الأساتزة اللي موجودين نشروا أبحاثهم عالميا في مجاليات كبيرة ده بيزاود الرانك بتاعنا طبعا جامعة القاهرة بفضل ربنا سبحانه وتعالى سمع أساتزتها الكبار الرانك اللي هو ترتيب العلم الجامعة على مستوى العالم على مستوى العالم وطبعا الإدارة المتميزة اللي موجودة فيها لأنها بتكرم الناس الأساتزة اللي هما بيصعم للأبحاث العلمية الدولية الجامعة القاهرة أصبح لها ترتيب في السنوات الأخيرة ترتيب علم مرموق وسط جامعة العالم بدأت تستعيد وضعها لأنها فهنا دي أول جامعة في الشرق الأوسط ولازم تعود المكانة المتميزة بتاعتها نمرة ثلاثة وهي مهمة جدا بالنسبة للمريض مش بس بالنسبة للمريض علشان الأبحاث العلمية بتزود مدى التقنيات الحديثة فتفيد المريض في علاج المرض لا كمان إن المريض يقدر يوصل للدكتور المتخصص في المشكلة بتاعته يمكن الحاجة دي يتوصل لها بره في أمريكا وفي أوروبا لما بيبقى في مريض عنده مشكلة معينة بيخش على باب ميد يمكن باب ميد عالشان سادة مشاهدة دي مكتبة التقافية الأمريكية بيقدر يشوف الدكتور المتميز اللي عمل أبحاث معينة حوالينا المرض ويقدر يروح يكونتكت الدكتور دوات أو يتصل بيه أو يروح له لأنه خلاص إيران هو عمل العملية دي كذا مرة فأصبح متميز فيها فيقدر يعرف في المتميز فيها يمكن في مصر ما وصلناش للمرحلة دي الناس بس بدأت الناس تقافتهم توصل لها تدريجيا أنا بيجي لناس قريط بعض الأبحاث بتاعتي وعرف أن أنا متميز بسا في التدخل المحدود في المكان دا وبرضو بالنسبة للناس الأجانب اللي موجودين في مصر يمكن لن أنسى حاجة مميزة كانت في مريضة إنجليزية يمكن تعرف أنت الإنجليز دايما عندهم ثقة تمة في بلاتهم بس وما فيش حاجة تانية حتى العربيات حصلها مشكلة كبيرة في العمود الفقري وكانت موجودة هنا وبعدين كانوا بيعملوا شركة التأمين بتاعتها إزاي هيقدروا ينقلوها وهذا القبيل لما بدأت تعمل سرش وسط الأبحاث بتاعتي عرفتني أن أنا بشتغل الحاجة الفلانية في العمود الفقري التدخل المحدود والكلام دون خلت شركة التأمين بتاعتها عملت معي كونتاكت وحقيقة كان شيء جميل جدا أن أنا دخلتها المستشفى اللي عملت لها العملية والحمد الله يا بخير وسألتها بوضوح لأن أنا بشتغل في المستشفى متخصصة في العمود الفقري والنخ العصاب ولله الحمد يمكن غرفة العمليات بتاعتنا والتقنيات اللي موجودة فيها سواء ميكروسكوب دريل لغيره بتماثل المستشفيات اللي كنت فيها في أمريكا سواء كورنيلا أو كولومبيا سألتها بوضوح إيه رأيك في المستشفى ويرأيك في التقنيات والناس اللي حواليتنا قلت لي فعلا لا تقل لحاجة عن المستشفى اللي عندنا بره ده بيوضح لك قد إيه إن مجرد أبحاث علمية مش بس على أهميتها للجامعة ولا أهميتها للعلم لأ دي أهميتها كمان للمريض إنه بيوصل للدكتور بتاعه الفقرة العلوقية بقى بالراحة كده نفهمها لأنه كتير من الناس في العالم العربي والغربي بيشتكوا من مشاكل في الفقرات العموقية وزفتها أعرضها شكلها عمد إزاي مهم جدا السؤال ده دكتور عيمن وأنا حقيقة ما كنتش مؤمن بدور الإعلام قوي في أن أنت توصل للناس مثل هذه المعلومات لحد ما اتفجئت أن على الصفحة بتاعتي بعض المعلومات عن الحبل الشوكي والمعلومات الدقيقة لقيت بتصل للناس ولقيت الناس بيجوه لناس كانوا ماشين في سكاة غلط كتيرة مجرد فهموا بعض الحاجات فبدأوا يبحثهم عن الطريق الصحيح للألاج وعن التشخيص أولا إحنا لما بنتكلم الفقرات العموقية دي الفقرات العمود الفقر طبعا هو عبارة عن فقرات عنقية وظهرية وقطنية الفقرات العموقية دي أول فقرات اللي هي نزلة من قاعد كومكوم دي فيها التكوين الهام جدا وهو الحبل الشوكي زي ما بين في الفيديو عندنا الحبل الشوكي هو اللي موجود في منتصف الفقرات وبيخرج منه الأعصاب الطرفية في الناحية إيه هو الحبل الشوكي الحبل الشوكي هي تلك مجموعة الألياف العصبية اللي بتنزل من خلايا المخ وبتمتد خلال الفقرات العنقية والفقرات الظهرية وبتنتهي عند بداية الفقرات القطنية يعني إيه تنتهي عند بداية الفقرات القطنية؟ يعني لو واحد عنده إصابة تحت الفقرة الخمسة والأولى العجزية الرابعة والخمسة ما فيش هنا الحبل الشوكي فيه الأعصاد الطرفية الحبل الشوكي بينتهي عند الفقرة القطنية الأولى فهمت أصدفين؟ الحبل الشوكي ده هو اللي بيتحكم في حركة الجسم جميع حركة الجسم حركة الأطراف وحركة الساقين هو اللي بيتحكم فيه بشبهه دايماً للمرضى التوعي بتشبيه بسيط كده بقول لهم ده عامل زي عداد الكهرباء اللي بيبقى موجود برى الشأة لو حصل فيه حاجة هو الشأة كلها هتطفي ولما شيء بقى فيها كهرباء خالص حتى لو عادت تدور جوا الشأة وتحاول تصلح فيها هو المشكلة كلها في العدادة الكابل الكبير بعتبروا أحياناً أثمن من المخ أو أهم أو أخطر ليه بعتبروا كده؟ لأن يمكن المخ هو تكون كبير شوية فلما بيحصل الإصابة فيه بيتأثر المركز اللي هو حصلت فيه الإصابة مركز الحركة يحصل تأثر في الحركة مركز الكلام تأثر في الكلام الجزء الأمامي يحصل تأثر في السلوك لكن الحق للشوكي كله مجموعة من الألياف العصبية اللي هي حجمها صغير موجودة داخل القناة العصبية دايماً لما بيحصل تأثر فيه بيتأثر كل الوظائف كل الوظائف بتاعته علشان كده التكوين ده مهم جداً وعلشان كده الوقاية منه كويسة جداً هامة جداً نفس الكلام اللي انت قلته في بداية الحلقة ونفس الشيء لما يحصل ضغط عليه مهم جداً أن احنا نتعامل مع هذا الضغط بصورة سريعة ومنسيبش الأمور تتفاقم ونهمل فيها وين عانت لحد ما نوصل لمرحلة يصبح التدخل بعدها أو أي حاجة ليس لها أي قيمة لأن الحبل الشوكي وصل لمرحلة التأثر الكامل لو الفقرات العنقية تأثرت ايه الأعراض يتبدأ من حاجات متوسطة ثم تسوق الأمور عندما يضغط الدسك أو المشكلة تتفاقم لغاية لما نضغط على الحبل الشوكي فأنا همشي مع حضرتك في رحلة طويلة من الأعراض كويس سؤال دوت أنا عايز أقسم الأعراض ديت علشان أوصر الموضوع للسادة المشاهدين بأسلوب بسيط جداً عايزين نقول الأول الأعراض ديت نقسمها لثلاث مجموعات المجموعة الأولى هي أعراض بسيطة جداً اللي هي بتيجي 85% من الناس ما فيش منها مشكلة الأعراض التانية هو الغضروف أو الضيق اللي ضغط على العصب الترفي احنا قلنا فيه الحبل الشوكي في المنتصف وخرج منه الأعصاب الترفية المجموعة الثالثة هي أعراض تأثر الحبل الشوكي أو الضغط على الحبل الشوكي وأنا أهم رسالة ليه النهاردة في حلقة النهاردة أن أنا أوصلها لمشاهد هي أعراض تأثر الحبل الشوكي نبدأ بالأعراض البسيطة اللي هي تمدد غضروفي بسيط أو ندوء غضروفي بسيط عمل بعض الألم في الرقبة ألم في الضراعين ألم بسيط ودي الحالات دي في 85-90% بتستجيب للعلاج الدوائي والعلاج الطبيعي وما بقاش منها أي مشاكل خالص ودايما بقول للمرضى ما يقروش تقرير الأشعات يخافوا منه ويمكن علشان هيلقوا الفقرة كذا والكذا لا فيه دكتور متخصص هيبص عليه ويعرف أنه ده نطوء بسيط ما فيش أي مشاكل خالص بعض العلاج التحفظي هيعلكه نيجي للمجموعة التانية وهو الغضروفي الكبير أو الضيق اللي ضغط على العصد الطرفي اللي بيخروج من الحبل الشوكي هيبني يمكن في الصور اللي موجودة قدامنا أن الحبل الشوكي ده في المنتصف وخارج منه العصد الطرفي لما يحصل غضروفي يضغط على العصد الطرفي هيعمل واحد من الاثنين من الأعراض أو الاثنين مجتمعين مع ذا يعمل ألم ومصطلح عليه اللي هو ألم في الرقبة أو ألم في الضراع في المرحلة المتقدمة يبدأ يحصل لك تنميل في الدراعة مرحلة أكثر تقدما يبدأ يحصل لك ضعف في الدراعة طيب إيه علاج الحاجة دي دايما هناخدها قاعدة في العمود الفقري من هنا لحد أي توصيف العلاجي لو عندنا مشكلة ألم إحنا ممكن نبدي في البداية مسكنات طيب هل فيه دكتور علاج يشيل الغضروف أو يشيل الضيق؟ هو ما فيش في الطب حاجة تشيله ولكن مش عيب أن احنا في أول أسبوعين أول ثلاث أسابيع ده هنا الغضروف الطرفي اللي دغط على العصب الطرف نعطي بعض المسكنات نعطي المسكنات ومضادات الالتهابات إيه الفايدة بتاعتها؟ أن لما الالتهاب يروح من على العصب ممكن يصبح العصب متعايش مع الغضروف لما يصبح متعايش مع الغضروف الألم هيروح ويصبح المريض كويس ولكن نحط تحت الجلمة الجاية دمية خط لازم يصاحب تحسن الألم أن القوة زي ما هي سواء في غضروف الفقرات العنقية أو حتى غضروف الفقرات القطنية اللي بيعمل ألم في الصاق اللي مصطلح على تسميته عرق الناس لازم أن مع زوال الألم تفضل قوة دراعي كويسة ومع الفقرات القطنية اللي هو غضروف الفقرات القطنية تحت يبقى مشت رجلي بقوته أدرمش على صوابع رجلي وأدرمش على قواب رجلي يبقى كده فإن الحصل شفاء العصب أصبح متحمل الغضروف والعصب في كامل قوته ولكن إذا حصل أن المريض عنده ألام مبرحة ما بتتحسنش خدنا مسكنات أسبوعين أو ثلاثة ومفيش تحسن أو بدأ يحصل ضعف بيقدرش يستخدم دراعه بصورة كويسة بالذات في بعض الوظائف اللي بتحتاج الفاين موفمينت أو بتحتاج السكيلز بالدراع والمهارات المعينة بنتكلم على عازف بنتكلم على جراح بنتكلم على شخص بيكتب بيكلم على تارزي حلاء بيستخدم إيده أو في حتى أي شخص إيده بدأت تضعف إحنا هنا بنتكلم على المرحلة التانية ما عادتش المشكلة ألم بس وحتى برضو في الفقرات القطنية لما يحصل مثلا السقوط في مشت القدم أو ضعف في مشت القدم يبدأ مشت رجل ومش قادر يحرقه الفوق وتحت 100% أو ممكن يزكي على رجله أو ممكن الشيبش بيتخلع من رجله وهو ماشي إذن هنا وصلنا للمرحلة التانية ما عادتش مرحلة ألم مرحلة ضعف وناخدها قعدة في الأعصاب طالما هناك ضعف زي الضغط على الأعصاب اكوال أو يساوي لازم يحصل تدخل أي أن كان نوع التدخل بقى ده حسب ما هنتكلم عليه وأنواعه والتكنولوجيا بتاعته ولكن لازم يكون هناك تدخل علشان نرفع الضغط عن الأعصاب نادي الحتة اللي فاتت دي معادلة المهمة دي بالظبط المعادلة دي مهمة دي مهمة جدا بس أنا عايز لخاصة في كلمة واحدة ضعف لازم تعرف وانت رايح وانت نرايح لأي طبيب بأن انت محتاج ضعف زي الضغط على الأعصاب أن انت ده يساوي تدخل لرفع الضغط من على الأعصاب الاثنين مع بعض ضعف في العصاب وفيه في الأشعة في حاجة ضغطة عليه إذن العصاب لأن احنا عارفين أن الألم ده المرحلة الأولى العصاب بيديك انظار أنا مضغوط ففيه ألم المرحلة الثانية هيضعف وأحيانا بتحصل حاجة سيئة جدا أن المريض يبقى بيعاني من ألم مبرحة مع زوال هذه الألم يحصل الضعف فالمريض ما ياخدش بقى ليقول أنا كنت بيعاني من ألم شديد جدا وفجأة حسنت لازم مع التحسن ده يكون قوة بتاعتك كويسة لو قوة سيئة حصل سقوط في مشتر ركل أو إيضاك ضعفت ده معناها أن العصاب ضعف وده السبب في زوال الألم خدت بالحباتك فاهم كثيرا لأن دي نقطة مهمة جدا خدت أخذ على المريض يقولك أنا ارتحت من الألم وبنام دلوقتي ومش قادر يعصر اللمونة بالضبط بدأ بيعصر اللمونة عنده فيه مشكلة لكن ارتحنا من الألم وخدنا المسكنات أو مضادات الالتهابات أسبوعين ثلاثة وبقينا كويسين مع العلاج الطبيعي والقوة بتاعتنا كويسة المدرسة بتاعتي واللي أنا بنتمي ليها في العمود الفقري نتابع معاك ما فيش مشكلة في غضروف عندك ضغط على العصاب الطرف ما فيش مشكلة سواء فقرات عنقية أو قطنية نتابع معاك ونقيم الوضع كل مرحلة ما يزلنا لكن ضعف يبقى خلاص دي قصة تانية دازم هنحصل تدخل نيجي للقصة المجموعة الثالثة من مشاكل الفقرات العنقية وهي الأهم وأهم شيء أنا عايزة باللغة والنهاردة والرسالة اللي أنا عايزة أوجهها باللغة وهي الحبل الشوكي الضغط على الحبل الشوكي بنتكلم على غضروف المنتصف ضغط على الحبل الشوكي يمكن يبان هنا في بعض الصور أو ضيق ضغط على الحبل الشوكي أنا جايب صور أشعاعات مرضى كتير بيقولي اللي عندهم مشاكل في الفقرات العنقية ضغط على الحبل الشوكي سواء ضيق اللونها اسود في المنتصف طريق واضح وحواليه أبيض اللي هو السائل المخي شايفين يتقفل في مكانين معينين ضغطوا على الحبل الشوق ممكن يكون الضغط ده غضروف ممكن يكون ضيق ممكن يكون خشونة متعددة ممكن يكون ورم ممكن يكون التهاب قد إلى تجمع ضغط على الحبل الشوقي إيه الأعراض بتاعته المريض يحس بيه المريض يبدأ يحس ضعف ضعف في الساقين تؤلف رجليه يقول لك أنا عندي يا دكتور تؤلف رجليه ما بقدرش أمشي زي زمان رجليه مسكة في الأرض حاسس أن أنا ماشي في رمل رجلي ما بتشنيش عندي ضعف في الاتزان وأنا ماشي دي كلها تعبيرات المرضى بيقلوه يبدأ في المرحلة المتقدمة مش قادر يتحرك اللي هي الاسباستيكية أو المشية ماشي في الأرض زي الإنسان يلاقي لرجليه بيسحف فيها بالأرض وها ماشي المرحلة الأكثر تقدما يبدأ مش قادر يتحرك بيقعد على كرسي يا دوبك بيحرك رجليه هو قاد على كرسي المرحلة الأكثر تقدما نهائيا تماما مش قادر يحرك خلص الأطراف بتاعته دي مراحل حالة ضعف في الساقين وحالة ضعف في الدراعين ضعف المريض مش قادر يتحرك مش قادر يمشي رجليه قيلة وفي بعض الحالات يقول لك يحصل مشاكل في البولي يقول لك أنا قبل ما وصل الحمام بيحصل بعض النقط بتنزل مني وبقدرش حكمها لأن أصبح الجهاز البولي البولي كمان بدأ يتغذر طب أنا قلت الأعراض دي وما تكلمتش عن الألام ما حصلش ألم فعلا في حالات كتيرة من الضغط على الحبل الشوكي وديت هي الحاجة المهمة جدا والخطيرة جدا يبقى عندنا مشكلة كبيرة في الفقرات العنقية ضغط على الحبل الشوكي والمريض عنده ضعف في رجليه وفي إيديه وما فيش أي ألم في الرأبة ولا ألم في دراعاته وعلشان كده المريض ما بيعرفش هو يروح لمين بيعرفش المشكلة تخص الأعصاب والعمود الفقر تلاقي المريض بيروح لتخصصات مختلفة ويبدأ يقولونه أنت عندك ضعف طب خد شوية فيتامينات أنت بس ما بتنامش كويس مش عارف محتاج ترتاح كويس محتاج تعمل علاقة طبيعية الأدهى واللي بيزعاني كتير جدا أن بيروحوا بعض دكاترة العمود الفقري بس مش متخصين أو يليسوا على درجة عالية من العلم وده شيء مهم أنت في بعض التخصصات محتاج درجة عالية من العلم وحد عنده خبرة كافية علشان يشخص ويتعامل معك ونلاقي أنه هم عملوا له أشياء على الفقرات القطنية تفتكر في أول كلامي أنا قلت أن الحبل الشوكي بينتهي عند بداية الفقرات القطنية يعمل على الفقرات القطنية اللي هي أصلا الحبل الشوكي موجود فيها الضفيرة العصبية والأعصاب مش فيها الحبل الشوكي ويقول له احنا عندنا غضروف الرابع والخمسة والخمسة والأولى العجزية وفي منهم عينين جولي معهم تأرير أنه هم محتاجين عملية فيه وهم عندهم المشية التقيلة والمشكلة التقيلة وهذا الغضروف ليس له علاقة بالمشكلة بتاعته المشكلة كلها فوق في الفقرات العنقية أو الفقرات الضهرية أعمل للعيان أشعاعات يطلع فيه مشكلة كبيرة في الفقرات العنقية تبدأ عندي مشكلة أن أنا أقنع العيان الأول أن الكلام اللي تقال لك غلط ده هو بيقول لي يا دكتور أنا جاي لك علشان أنت بتعمل التدخل المحدود في الفقرات القطنية أنا جاي أعملها معك أقول له ما ده غلط الأولا الحاجة اللي عندك مش هي اللي عاملة المشكلة من الأساس إحنا عندنا مشكلة تانية طب أنا يا دكتور ما عنديش ألم في رقابتي إزاي هي ده المشكلة فعلشان كده لازم أوصل له المعنى واخده تدريجيا لحد ما وصل معا للمعنى لأن أنس أبدا جاي مريض هذا الشكل وكان عنده كان خلاص يعملوا العملية في الفقرات القطنية ولما عملناه الأشعاعات كانت الفقرات العنقية وضغط واضح وحالة تانية يا سيدة فاضلة وكان غضروف بسيط طب حتى مش يسيبوها في حالها أو يبدأوا يفكروا لا قالوا له طب هنعمل لكم هنعمل لك حقن لما عملونا حقن تشلت حصل ضعف تام في الصخين بتوها لأن أنت عندك الحبل الشوكي مضغوط فوق وانت عملت تكنيك تحت كمان مش مناسب للمريضة فالضعف زاد عندها تماما عملنا طبعا للعيان أشعاعات بس المريضة كانت ذاكية جدا بما فيها الكفاية يعني لأن هي أدركت فورا أن فيه غلط وأدركت أن هي لازم تبحث كانت من الأقاليم على حد متخصص فجات لي بسرعة عملنا أشعاعات على الفقرات طلع فيه في الفقرات الظهرية ورم ضغط على الحبل الشوكي وتدخلنا معا بسرعة والحمد لله المريضة رجع تاني لأن احنا قلنا عامل الوقت في الضغط على الحبل الشوكي مهم جدا والتعامل معا بالطريقة الصحيحة وبالتقنيات الحديثة مهم جدا نقطة حاسع لحدك سؤال سازق بس الناس بتفكر فيه دلوقتي لو الفقرات عنقية ما هي علاقة الحبل الشوكي هنا بالقدمين إنه الناس هتقولك آل إيدين تتأثر في ألم هنا لا مفيش ألم بس الإيدين لكن الرجلين دي متصورين الناس إنها مرتبطة فقط بالفقرات القطنية ده فكر البسطاء كويس جدا وده هو نفس الكلام اللي أنا كنت براتي احنا هنرجع تاني قلنا المثل البسيط اللي هو العداد بتاع الشق اللي بيدخل الكهرباء للشق الكابل الرئيسي الكابل الرئيسي ده أحيانا في بعض الشق بيما موجود بره الشق ممكن يحصل فيه مشكلة الشق كلها تضل وكل الأجهزة اللي فيها ما تشتغلش لأنه هو اللي بيدخل الكهرباء لكل الشق لكل الأدوار لو فيلا كل الأدوار أو بيت إنت قاعد تدور جوه وتصلح في الفيش وتدور وتروح وتيجي وهي المشكلة كلها بره في الكابل الرئيسي ده نفس الكلام الحبل الشوكي ده مجموعة الألياف العصبية اللي بتحمل الإشارات من المخ لما بيتضرب في مكان معين ما أعلى ما فيش مشكلة لأن ما أعلى وصلته لإشارات الكهربائية ما تحت هذا المستوى بيحصل كله بيتعفر إيدين ورجلين بالضبط حسب المكان لو في أول الفقرات العنقية يبقى إيدين ورجلين في نهاية الفقرات العنقية يبقى بس الساقين وبعض عضلات اليدين وحضرتك تقولت حتة مهمة كتاً فنية إنه قد يرتبك البعض في المشه التشخيصي عندما يكون المشكلة هنا في الفقرات العنقية الأسرة على الرجلين ويعمل أشعة تحت على منطقة الفقرات القدرية ونتيجة إما إنه ما يقدرش يتدخل ما عندوش المهارة الجراحية أن يدخل هنا فما يستابعت خالص أي فقرات العنقية وبيفكر إنه هو يدخل هنا هذه قلة خبرة وقلة ضمير في رأيه وقلة الخبرة هي اللي قدت إلى قلة الضمير أو ربما العكس قلة الضمير هي اللي عملت إلى الخبرة عايز أسأل جلنا الحالة بمثل هذه المشكلات كلها التقنيات الحديثة تدخل فيك بالنسبة للجراحات الخاصة بالفقرات العنقية تقدمت تقدم مزهل وفتن الفت تمام بزم قبل ما هدخل في النقطة دي عايز طبعاً أقولك أنت أقولت بأسلوبك الرشيق نقطة إن فعلاً إن فعلاً بيبقى عنده لأن الفقرات العنقية بتحتاج أولاً هي تخصص طقيق كتن بيحتاج جرح مخواصات عنده خبرة وضرايا طويلة فدايماً لما بيبقى في حد على خبرته ضعيفة أو حاجة هو كل مستوى تفكيره كلها الفقرات القطنية وعايز يتدخل فيها بأي شكل سواء زي ما قلت لك حتى مش عاملية سواء حقن أو أي حاجة وده بينتج عنه النتاج السيئة اللي احنا بنشوفها ومش بس نتاج سيئة ده أخر تشخيص المريض وخلى الضغط على الحبل الشوكي مستمر فخلى المشكلة بتزيد احنا عندنا بوضوح تام في ضغط على الحبل الشوكي سواء في الفقرات العنقية أو الفقرات الظهرية لازم يحصل هناك تدخل هنا مفيش كلامي دي نقطة في الطب واضحة تماماً في مصر وفي أمريكا وفي أي مكان في العالم ضغط على الحبل الشوكي وهناك أعراض تأثر الحبل الشوكي لازم نتدخل علشان نرفع الضغط عن الحبل الشوكي لو سبنا الكلام ده الموضوع هيتفاق طيب إيه التقنيات الحديثة يمكن في علم جراحة النخوة والأعصاب والعمود الفقري بصفة عامة الطفرة اللي حصلت مع الميكروسكوب والمنظار والمايكرو نيورو سيرجري والتشريح الحديث اللي عن الميكروسكوب والمنظار والآلات الحديثة زي الدلال ده قلب نستخدمها علشان نقدر نشيل الزوائض العظمية من عند الأعصاب الهمة سواء في المخ العصب البصري أو سواء من على الحبل الشوكي أو من على الأعصاب ونحافظ على الأعصاب سليمة بدون الدخول ببعض الأجهزة أو الحاجات بتاع الزمان اللي كانت بتضغط على الأعصاب علشان تشيل الزوائض العظمية لعليها والجهاز التصوير الحي في غرفة العمليات أو مصطلحة على تسميته إعلاميا باسم الملاحة الجراحية اللي هو جهاز بنستخدمه علشان نحدد المستوى اللي احنا هنشتغل به وبيكون بالنسبة لنا زي طريق لنا واحنا شغالين داخل العمليات كل الأجهزة الحديثة دي والطفرة اللي حصلت في علم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري كان لها أثر كبير بالذات في الفقرات العنقية أتاحت للجراح المتمرس أنه هو يرفع الضغط من على الحبل الشوكي سواء كان غضروف أو سواء ضيق في القناة العصبية عن طريق التدخل المحدود من فتحة صغيرة جدا من الأمام يقدر يشيل الحاجات اللي ضغطة سواء غضروف أو ضيق ويعمل توسيع التامة على الحبل الشوكي والمريض يقدر يرجع لحياته الطبيعية تاني يوم وبالذات لما المريض يتم إجراء التدخل في حالات الضغط على الحبل الشوكي بصورة مبكرة بصورة مبكرة يعني ما حصلش إصابة على الحبل الشوكي المريض دوه يرجع فعلا لحياته الطبيعية ويمكن بتختلف عن الفقرات القطنية يمكن الفقرات القطنية بقول للمريض أنت محتاج مثلا اسبوعين ثلاثة ترتاح علشان الالتقام بعد الميكروسكوب أو حتى المنظر ولكن في الفقرات العنقية أنا بقدر أقول له من تاني يوم تقدر تتحرك وتعود لحياتك الطبيعية المشكلة انتهت طالما تعاملت بطريقة حديثة بالميكروسكوب بدقة متناهية تعاملت بتجهيزات معينة وتم إزالة الغضروف ورافعت ضغط بسلام بيقدر المريض يرجع لحياته الطبيعية بصورة مبكرة وبسلاسة تنة لو شفنا الصورة اللي فاتت نشوف الميكروسكوب نشوف التجهيزات في غرفة العنقية بالضبط تجهيزات يعني رقية جدا دي موجودة في مصر طبا أنا موجودة في المستشفى اني أنا بشتغل فيها مفصصة للعمود الفخري والمخدر لازم تكون المستشفى في هات تجهيزات لازم نحن نتكلم حبل الشوكي وفقراته الميكروسكوب ده يا جماعة لو كبير قوي لفوق دي الظبط لو الحاجات دي مش موجودة فعلا خلي المريض بحاله أحسن ما تقربش ليه لأن الضرر ممكن يكون ضرر بالغ لازم أولا جراح متمرس على التعامل مع الأنسجة العصبية وعنده خبرة كافية على التعامل مع الضغط على الحبل الشوكي لازم جهاز الميكروسكوب ده بيكبر الحاجات وبيتحلينا إزالة الضغط من على الحبل الشوكي ومع الأعصاب مع الحفاظ عليه لازم فيه الألات التانية والأكهزة التانية زي ما انت شايف الاسكرين اللي موجودة دي دي اسكرين سواء من جهاز التصوير الحي أثناء الجراحة أو الملاح الجراحي اللي بتحليك يعرف انت فين بالضبط نمرة اتنين الأكهزة اللي أنا اتكلمت عليها قبل كده زي الدريل اللي أشيل بالزوايا ده العظمية زي الكوزة مثلا ده جهاز بنستخدمه علشان إزالة الأورام من غير ما يحصل أي شد أو أي تعامل صعب مع الجهاز العصب فلكن تتخيل بتحافظ على الجهاز العصب تماما بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم توفر هذه الأكهزة يبقى معنا كده عدم توفرها احنا بنزل من المريض ومعنا كده إن لو الحاجات دي مش متوفرة في المكان اللي انت هتعمل فيه هذه الجراحات الدقيقة أو هذه التدخلات المحدودة الدقيقة ليس هناك داعم إجراءها من الأساسي دا الجراحات قدمت وفكرة التدخل من الأمام بالميكروسكوب التدخل من الأمام يعني من مدخل الأمامي للرقم يمكن فيه صور بالضبط هتوضح الكلام دا يعني هي الفقرات العنقية لها كذا طريقة يمكن حتى الفتحة اللي احنا بنستخدمها حاليا أصغر من دي بكتير يعني هي قد عقلة الأصبع للواحد بنستخدمها ندخل منها على الفقرات العنقية من الأمام وباستخدام الميكروسكوب نقدر نشيل الغدروف زي ما هي تبين يمكن في فيديوهات أو صور بعد كده نقدر نشيل الغدروف اللي ضغط أو لو فيه أي زوايد عظمية ونقدر نحط مكانها دا اللي هو الغدروف الصناعي اللي هو بيتحل المريض يعود الحركة مرة أخرى لرقابته بصورة طبيعية لما بنقدر نتمكن نحن أهم شيء في هذه التدخلات المحدودة إنك أنت تشيل جميع الضغطة عن الحبل الشوكي بسلاسة وبصورة تامة وتشيله بدقة تامة من غير ما يحصل تلمس مع الجهاز العصبي وزي ما قلت في مراحل مبكرة المريض بيرجع لحياته الطبيعية دي منظر بعد الغدروف الصناعي ما يتم تركيبه وبيبقى الحركة بتاعت الرقابة بتتحرك بسلاسة ما فيش فيها أي تأثر لأن الغدروف بيطيح الحركة كأنه الطبيعية هي نفس الغدروف الطبيعي اللي موقف هل في حالات معينة كما يقول حالات أكثر تعقيداً حاجات حالات تحتاج إلى نوعية معينة من الاكسترا اكويبمنت اكسترا معارات اكسترا سكيلز زي مثلاً مشاكل خاصة بالفقرات دي يكون ورم طبعاً أنا قبل يمكن ما أخش في الجزئية دي احنا تكلمنا يمكن من الأمام حتى الجزء الخلفي بيتم الآن إجراء تدخلات فيه بدقة معينة بالميكروسكوب ومعادش يمكن أنا عرضت الصورة دي مخصوصة علشان أبينها للسادة المشاهدين حتى الجزء الخلفي حصل فيه تقنيات معينة بنحتاجها في بعض الحالات كل حالة لها الطريقة بتاعت في حالات وتكلسات معينة في الغدريف والأربطة بتحتاج أن أنت تدخل من خلف تقدر ترفع الضغط من الحبل الشوكي من الخلف عن طريق رفع الصفيحة الخلفية وإرجعها بطريقة معينة زي ما كان باين في الصورة من غير ما يكون هناك أي ضغط عن الحبل الشوكي وده فايدة التقنيات الحديثة حتى في التدخل من الخلف في الفقرات العنقية وبنستخدم برضو الميكروسكوب في رفع الضغط عن جذور الأعصاب من الخلف وده تقنية نسبة نجاحها عالية جداً تماثل الناحية الأمامية تماثل الأمام وعلى الجراح المتمرس أنه يختار حسب إيه الأفيض للمريض وخطة الحضر وللحالة وللحالة طبعاً طبعاً حسب خبرته وحسب واشا فيه أنت حضاك سألتني دي بقيت سؤال كويس إيه الحالات اللي ده الطبع خاص يمكن تقصد في الفقرات صعوبة خاصة بالضبط يمكن إحنا لما نتكلم من أورام الضغط على نهاية جزع المخ مثلاً وبداية الحبل الشوكي إحنا بنتكلم هنا على أورام خطيرة أورام لازم يتم التعامل معها بدقة شديدة جداً يمكن أنا جبت معي النهاردة صورة حالة كان راجل كبير في السن وعمره سبعين سنة وعنده ورام ضاغط على نهاية جزع المخ والفقرة الأولى والثانية العنقية العيان ده كان عنده شلل رباعي وكان من المشكلة اللي كانت في المريض ده اللي قابلتنا بأن المريض ده كان عنده مشكلة في القلب وكان لازم الجراحة تتم تكاترة التخدير قالوا لازم تتم بسرعة معينة علشان المريض يستحمل الوقت بتاعنا ونقدر نخضره وكان لازم طبعاً يعمل العملية والحمد لله تمت العملية بنجاح استخدمنا فيها الميكروسكوب استخدمت فيها جهاز اللي أنا قلته قبل كده اسمه الكوزة علشان بنقدر نزيل الورم من غير ما نشد أو نعمل أي تأثر على الجهاز العاصر والحمد لله ربنا كلمنا خلصنا بوقت قياسي يعني والمريض رجع تاني ميشى تاني على رجليه وكان شيء جميل جداً بالنسبة لنا الحمد الحمد والشكر لله ربه حتى ليه صعبة جداً حتى في المنطقة الأعلى منطقة بسيء الحبل الشوك حبل الشوك في جزء النوخ هي منطقة لأنه كمان الورم قريب من الريسبيراتيو سينتر ممكن مناموض قريب من مركز هيحصل أن التأثر اللي عينها يفقد الحدر على التنفس لو بتعمل التطريقة مش مصر علشان كده أنا دايماً بنتح مهم جداً يا جماعة في الحاجات الدقيقة دي العمود الفقري اختيار طبيب ليه خبرة معينة في هذا المجال اختيار مستشفى مجهزة بكافة التجهيزات أي خلل في جزئية المستشفى ما تكونش مجهزة بكل التجهيزات شايف أنا بكلمك استخدم تفاقه هزئي استخدم تفاقه هزئي كان معايا التخدير الفلاني المتمرس في الحاجة دي كل الحاجات دي بتشكل إضافة للمريض مش عيب أن المريض بتاعي يتمتع بنفس الحاجات اللي أنا كانت معانا في غرفة العمليات بره في أمريكا ده مش عيب المريض بتاعنا مش أقل من أي حط بره علشان يتمتع بالشيء ده وبكرره في الحاجات الدقيقة زي العمود الفقري والحبل الشوكي لو ما قدرناش المريض يعملها في المستشفيات المجهزة فعلا ما يعملهاش أحسن لأن ده هتبقى خطر أكبر تاني حاجة يمكن للحالات الخاصة اللي أنت يمكن قلتها فيه صورة تعرضت من شوية اللي هي الفقرة الأولى والثانية العنقية فقرة الأولى والثانية العنقية كانت لوقت قريب منطقة محظورة في العمود الفقري أو صعبة جدا في العمود الفقري لأن الدخول للدعمات فيها يمكن ده كان شاب طيب كان لسه عندي قريب عنده كسر في الفقرة العنقية الأولى والثانية شايف الحبل الشوكي مضغوطة إزاي شايف الصورة مضغوطة إزاي ده كان مخليه اللي هو إديه ورجليه مش قادر يتحرك الحمد لله قادرنا أن نحن نرجع الكسر من غير ما نعمل أي رفع لأي صفايح خلفية أو حاجة نرجع الكسر في جوه غرفة العمليات ونحط الدعمات انت عارف الدعمات في المنطقة دي بتبقى تخش في أماكن محسوبة بالملي بمعنى كلمة الملي لأن ييمينك الشريان الأعظم اللي بيغزي اسمه الفرتبرا الأرتري اللي هو بيغزي الدورة المخيخية وعندنا جوه القناة العصبية اللي هو الحبل الشوكي فأنت بتكلم الدعمة بتخش في مليمترات يعني لازم تبقى فيه دقة شديدة ولازم برضو تقنيات الميكروسكوب وكازم ملاح جراحي يمكن الحمد لله قدرنا هنا نحطاب بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى وفيه صور هتبين ان الحبل الشوكي رجع تماما تحرر من الضغط عليه بما الحفاظ على العمود الفقري زي ما هو العمود الفقري زي ما هو رجعنا الكسر بطريقة معينة وحفظنا الده قبل ما تكسر يتم إرجاعه دي الطريقة الحديثة لعلاج الفقرة الأولى والثانية يعني كان الطرق القديمة كانوا بيحطهم في قاعد جمجمة وبيحطهم في الفقرة الثالثة ويبعدوا عن دي مش قادرين يوصلون لكن في الفقرة هنا قدرنا نوصل للفقرة الأولى والثانية العنقية حطينا فيها الدعمات ورجعنا الكسر مكانه فأصبح الحبل الشوكي متحرر وكده يعني عنهوش ضغط عنهوش ضغط فكده حافظنا على العمود الفقري زي ما هو كده الصورة واضحة ويمكن هيدان في صورة الرانيين المغناطيس اللي هتتعرض بعد شوية إزاي الحبل الشوكي أصبح متحرر من الضغط عليه ما فيش عليه ضغط دي بالأشعة دي هزا الملاحك جراحي أو الفلورسكوبي اللي بنستخدمه غرفة العمل ده بعد رفع الضغط شايفين الحبل الشوكي بأحواليه أبيض قدامه أبيض خالص فاتح رفع الضغط خالص لو قررنا بين الصورة دي وبين الصورة الأولى هنجد الصورة الأولى ده مقربة أوي ده الورم السورة الأولى في المجموعة الأخيرة ها هي دي شايفين هينا مضغوطة في الحبل مخنوق في الأول خالص والصورة الأخيرة اللي بعدها على طول لو حطناها بعدها لا ضبط طريق قدامها زي ما أنا شايفين سالك الحمد لله ضيف العزيز الأستاذ دكتور إيها بايسة أستاذ جراحات المخ والعصاب والعمود الفقري الأستاذ بكل الطب أصراني جامعة القاهرة عضو كونجلس الأمريكي جراحات المخ والعصاب والعمود الفقري جامعة كورنال بنيورك وجامعة كولومبيا بنيورك وأريزونا بنيورك بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة هلسينكي بفنلندا وصاحب التكريم من جامعة القاهرة عن عوام 2010 و15 و17 كان في الدكتور وأكيد نتمنى نكون في الناس الحلوة لكن الدكتور النهاردة استمتع بحوار علمي على أرقى مستمع والنهاردة كمان بما أنه يوم جميل لأن الدكتور إيهاب كان معانا فريحنا جدا بأفكار جاية وفكرة جديدة جاية في الأعلم الطبي اللي نسمع الناس العكسية من أبو الأنف كل التحية اللي هنعطيه في كل التحية الفريق عاملين مع الدكتور أنتوا دايما هتبقوا في أعلى منطقة ثقافية علمية في العالم العربي خليكوا دايما مع الدكتور أهلا بكم نعرض دا يوم مهم جدا في موضوع مهم جدا مع ضيف مهم جدا الموضوع ما فيش أهم عند الرجل يعني أو واحد من المهمين جدا عند الرجل هو الصحة الجنسية بتاعت الرجل وإطلاع في الجنس يا جماعة مرض متفرد مرض له حالة توصفية غريبة جدا أولا هو مرض يبدو دائما في منتصف الطرق تحس أنه مرض كده واخد منتصف طريقة هو يدل بالتأكيد على أن هناك بثولوجيا أو فيه مشكلة صحية ما في الإنسان فيه أوعية الدموية في الأعصاب في الأعصاب فيه بثولوجيا فيه حالة مرضية ما فيه أجهزة هذا الإنسان قد يكون عنده مرض في القلب مخفي عنده مشاكل في الشرايين لم نعرفها وأول عرض وأول من يقول أن الشرايين ربما تكون مصابة هو الضعف الجنسي هذه منطقة هذه الحالة المرضية يعقبها طريق طويل من الإنكار أحيانا من الحالة النفسية السيئة أحيانا وتستغرب عندما أقول لك مرض عضوي مصاحب بحالة نفسية سيئة جدا كل الأمراض العضوية أنا أعترف أنها مصاحبة بأمراض أو بحالات نفسية عنيفة كل ما تقول المريض أنت عندك سكر هتلاقيه مدايق نفسيا ضغط لكن المرض اللي يمكن من القلائل اللي فعلا ارتباطه بالحالة النفسية التي قد تصل إلى مرحلة الإعاقة الكاملة هو الضعف الجنسي الضعف الجنسي ممكن يسبب بالإنسان إعاقة نفسية كاملة مشكلة مشكلة كبيرة جدا ما يتكلمش فيه مع حد ويبدأ حذر جدا في كلامه مع المتخصصين ويتأخر في الذهاب إلى العلاج له طرق عديدة في الأساليب العلاجية فيه محاولات وفيه أدوية وفيه وفيه ثم تأتي أو جاءت اختراع طبي وأسلوب طبي بعد جعل صناع علاجات أو المتخصصين في عالم علاج الضعف الجنسي يقولون أنه ليس هناك حالة عجز جنسي أو ليس هناك ضعف جنسي بلا علاج وهي الدعامة الدعامة غيرت من مصار ومن مفهوم علاجات الضعف الجنسي لكن هذه الدعامة فيه أسئلة كتيرة متعلقة بها أسئلة بسيطة وأسئلة معقدة أسئلة متعلقة بكفاءة أدائها وأسئلة متعلقة بديناميكيات وتفاصيل العملية نفسها تعالوا نهاردة نعيش مع هذه الدعامة مع ضيفي العزيز قيمة علمية قديرة واسم القدير واسم علم المتميز للغاية واحد من نجوم عالم أمراض الزكورة وأمراض وعلاج الضعف الجنسي ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور أسامة غلطاص استشاري أمراض الزكورة وجراحات العضو الزكري والبدارب الدولي المعتمد لدعامات العضو الزكري والمدير الإكليكي مجموعة مراكز دار الزكورة الاسم القدير النهاردة في الدكتور الضعف الجنسي يا جماعة مرض متفرد مرض له حالة توصفية غريبة جدا الدعامة بتتحط كآخر بعد ما بنستنفذ كل طرق العلاج في مريض العلاج مش جايب مع نتيجة فكان زمان خلاص دا مروش حل لكن دلوقتي بقى لي حل وحل بسيط فالدعامة هي حل جزري ونهائي لكل مشاكل ضعف الانتصاب الذي لا يستجيب للعلاج الدواجي احنا الانتصاب بيتم نتيجة ايه او ايه اللي جوه العضو الزكري عبا ربنا خلق العضو الزكري بينتصم نتيجة ان فيه تجوفين جوه اسموهم الجسم الكافي دول عبارة عن فراغين بيتمالوا بالدم تحت ضغط عالي جدا فبيحقل الصلاب ويحقل الانتصاب يبقى اذا الانتصاب بيتم نتيجة ان فيه فراغ داخل الوضو الزكري بيتمالى بسائل اللي هو الدم وده اللي بتعملون لده عمال هيدروليكية لده عمال هيدروليكية فعليه انه عبارة عن فراغين بيتمالوا بسائل بيتم امتلاقة بأذا الشكل او فبتديني نفس شكل وملمس وإحساس لعضو الطبيعي من السجل الموجود في المستشفيات ده سجل اللي يكذب بصعب يقول ان هذه العمليات طبعا عفت وزاك ما اقدرش ننكر ان طبيعي الضعف الجنسي ده لما كنا بنتكلم فيه من 15 أو 20 سنة كان طبيعي حساس جدا وكنا بنجد تحرج شديد عشان نتكلم فيه ولكن والرجل كان بياجد تحرج شديد انه روح يكشفه لانا عندي المطوطة وسعد مش كان بيبعارف يروح يكشف فيه فأولا وعي الحوار مهم للغاية في عالم مدير جدا وعالم الضعف الجنسي هذا عالم مهم ودايما نقول ان الضعف الجنسي اشبه بميدان يعقبه طرق وبعد يطرق الدكتور أسامة غطاس استشاري أمراض الذكورة وجراحات العضو الذكري المدرب الدولي المعتمد لدعامات العضو الذكري المدير الإكلينيكي لمجموعة مراكز دار الذكورة اسمحولي انو راحب بضايف العزيز الأستاذ الدكتور أسامة غطاس استشاري أمراض الذكورة وجراحات العضو الذكري المدرب الدولي المعتمد لدعامات العضو الذكري والمدير الإكلينيكي لمجموعة مراكز دار الذكورة أهلا بيك دكتور أسامة منور الدكتور أنا هابتأ من الدعامة يعني مش هكلم بتفصيل عن أي حاجة تانية لكن هنبدأ زي ما نقوله من محطة الدعامة ما هي الدعامة الدعامة زي ما اكتفضلت وقلت في المقدمة هي نقدر نقول أن هي أحدث وسيلة علاج للضعف الجنسي أو هي وسيلة العلاج اللي خلت فعلا كل الدكتور يقولون خلاص ما فيش حاجة اسمها ضعف جنسي أو عجز جنسي غير قابل للعلاج وهي طريقة أحلام للجاء لها بعد استنفاذ كل طرق العلاج اللي بتسميها conservative أو العلاج التحفوزي فالدعامة بتتحط كآخر line of treatment بعد ما بنستنفذ كل طرق العلاج ففي مريض ضعف جنسي مجرد ما بدأنا معاه شوية علاج بسيط بدأ يستجيب للعلاج فخلاص ده راجل تمام لكن في مريض العلاج مش جايب مع نتيجة فكان زمان خلاص ده مروش حل لكن دلوقتي بقى ليحله حل بسيط فالدعامة هي حل جزري ونهائي لكل مشاكل ضعف الانتصاب الذي لا يستجيب للعلاج الدولي بس بشرطين أولا أن يكون هذا العلاج كافي وفي نفس الوقت يكون هذا العلاج معقول بمعنى أنا بيجي لي مريض يا دكتور أنا عايز أركب طعامة ليه يا حبيبي يقول لي أنا خدت العلاج ده وما جابش نتيجة أو روحت للدكتور فلانو كتاب لي العلاج ده وما جابش نتيجة أبص على العلاج اللي هو بياخده قال ليه علاج مش فعال مش كافي لا ده ما أقدرش أقول أن المريض ده لا يستجيب للعلاج ده لسه قدامه مراحل كتير جدا في العلاج قبل ما أحكم عليه أنه هو لازم يركب دعامه وحقيقة تندهش أنه إحنا مثلا لو قلت حقيقة من كل مئة مريض جايلة عشان يركب دعامه احنا ممكن نركب لعشرة فقط والتسعين البقين بيستجيبوا للعلاج بس العلاج ده لازم يعني يعني ينقسم لحاجات كتير أولا أنه أنا بدور على المسبب فلو الرجل ده مريض سكر لازم أزبط له سكره لو عنده كليسترول عالي لازم أزبط له كليستروله لأنه سمين لازم يخس لازم يمارس رياضة لو بيدخن يخف التدخين أو يبطله يبقى أدور على المسبب وغير الستايل أوف لايف بتاعه وبتديره أدوية تدعم أنسكة العضو الزكري ولو عنده خلل هرموني أزبطه له ولو عنده نقص في الهرمون الزكري أدعمه له وأديره أدوية مكسفة كرسي علاج مكسف لفترة كافية يعني ما يفعش أقول خد العلاج ده أسبوع وتعلالي لأن العلاج ده لازم يستمر شهر أو اثنين أو ثلاثة لازم أدعم العلاج ده بطرق العلاج الحديثة زي هو عن البلازما وجلسات الموجات الصدومية ودي ممكن نبقى أن نسترسل فيها في حلقات قادمة مع حضرتك لأهميتها ونتائجها لكن المريض لازم يجرب كل العلاجات دي مع بعض والفترة معقولة قبل ما أحكم عليه وأقول له أنت لازم تركب دعا إما ما ينفعش هو يجرب علاج شوية تونيكس أو شوية مكملات غذائية وقل له أنت لازم تعمل دعا النقطة الثانية اللازم يكون العلاج ده معقول بمعنى أنا بيجي مريدي يقول لي يا دكتور أنا عايز أركب دعا طيب حبيب أنت العلاج يا منتيجة يقول لي آه العلاج يا منتيجة خلص إيما أنت متركبش دعا بس إيه العلاج ده حكا تندهش أن فيه شباب ورجالة بياخدوا جرعات غير معقولة من مادة السلدنافين اللي هي الفياجرة أو الفردنافين أو كل المنشطة دي فأنا كان عندي شاب لسه قريب عام لله عملية دعا الحوار دار كان آتي حبيبي أنت العلاج يا منتيجة قال لي آه طيب جاي ليه تعمل يا منتيجة قال لي أصلا أنا بياخد 26 أرس إيه ده؟ حقيقي 26 أرس 26 أرس تخيل حضرتك وقلت له من جرعه من دواء معين جرعاته 100 ميلي جرام سلدنافين قال لي الإسم بالتحديد قلت له حبيبي دي جرعة موت فيل قال لي ما أنا بعد العلاقة بأخد أن هجوة وشي بيحمره ونفسي بيروح وبأحس أن أنا هموت ده خد حاجة تخفض الضغط بشكل غير معقولة هل ده أقدر أقول إن ده مريض بيستجيب للعلاج؟ ده مسموش علاج ده تكسيستيزة ما حاك قلت فإذا مش ده مريض لا يستجيب للعلاج فعليا هو بيستجيب لجرعات غير طبيعية وجرعات تمثل خطورة على حياته يبقى إذا لازم العلاج يكون كافي وفي نفس الوقت معقول مش جرعات مش معقول فلو المريض استنفس كل طورة على العلاج اللي تكلمنا عليه ويظل إن هو غير قادر على إقامة علاقة نجحة مع زوجته هنا يجب إن إحنا نلجأ للدعامة وفي نقطة هنا هتخليني أحب أوضح لحيك إن مشكلة ضعف الانتصاب إنه بيخضع لقاعدة في الطبو حيك أستاذنا وعارف الكلام ده إنه هو بيخضع لقاعدة أول أرنان يعني كل يا بلاس بمعنى إن أنا لو وديت للمريض علاج والعلاج ده أه هو حسب تحسن جزئي إن حصل انتفاخ في العضو وتضخم في العضو لكن ما وصلش لمرحلة الصلابة الكافية اللي تخليه قدر يعمل علاقة نجحة مع زوجته من الأول للآخر هو المريض في علاج ما استفدش شيء عكس أمرات تانية فيه أمرات تانية لو المريض حسب جزئيا هو استفاد بالعلاج فلو مريض افترضنا أنه فقط بصره تماما وأنا أديته علاج بقى بيشوف بس بسيط هو استفاد لو رجل ما بيتبولش تماما وديته علاج بقى بيتبول بصوبه هو استفاد لكن الحقيقة ضعف الانتصاب لا يخضع لقاعدة فأنا أدي المريض علاج كافي خليه قدر يقوم علاقة كاملة نجحة من الأول للآخر يهم أي علاج أقل من كده هو زي الليته زي ما نقول مثلا لو مريض عنده لو إنسان عنده جرح في وش وعملنا له أسلوب علاجي أخفي 50% من الجرح أو خليه ما يبانش بنسبة 50% هذا حجم استفادة مخبول لكن ضعف الجنسي لإما يؤدي الانتصاب كاملا لإما أور أورام أور أورام إذن أنا كوني أن أنا مريض يجي يقول لي أنا خدت العلاج ده وحسيت بانتفاخ في العضوة ولكن مش قادر أقيم علاقة مع زوجتي هو فعليا ما استفادش بلك هو مريض لا يستجيب للعلاج فهو ده المريض اللي يجب أنه يلجع لعملية دعوة وهنا أنا دايما بقرر أن القرار هنا مش قرار المريض هو قرار الطبيب بعد استنفاذ كل طرق لإلك فأنا بندهش إن ساعات بيجي مريض نقول له أنت محتاج تعمل لعملية دوعملك لا مش عائلة هو طبعا مش قدر أكبره يعمل عملية لكن هو نفس المريض لو قلنا له أنت محتاج دعامة في القلب هيجري يعملها وللأسف هنا بعض الرجال بيتعامل مع مشكلة الضعف الانتصاب إن هي حاجة سانوية مش مهمة وأنا هنا بحب أوضع من برنامج ساعتك إن ده مش حقيقي بل أنا بالعكس أنا دايما بقو نادي إن المريض اللي ما ينفعش إنه هو يرفض العلاج أو من حقه إنه ما يتعليكش هو مريض ضعف الانتصاب يعني الحالة مرضية متعلقة بزوجته كمان بالضبط فانا إن هنا أنت بتتكلم على حالة مرضية بتضر الاتين مش واحد فمريض السكر مش عايز ياخد علاجه هو أخر وبيضر نفسه مريض الضعف مش عايز ياخد علاجه هو أخر وبيضر نفسه لكن أنت كمريض ضعف انتصاب أو سرعة قصف فمش من حقك ما تتعليكش فأنا بقول للمريض لأ أنت ياجب أن أنت تعمل عملية وما تتعملش مع الانتصاب ده أنا أعلم أنه حاجة سنوية أقدر أعيش من غيرها أو أنت أه فعلا تعيش من غيرها بس أنت هتعيش مش عايش وأنا برضو أحب أوضح أهمية العلاقة الزوجية لصحة الرجل وأكيد حيات تدري ده إن كتير من الأبحاث كل يوم بتتنشر الأهمية العلاقة الزوجية للرجل وإزاي أن الرجل بيمارس علاقة زوجية بانتظام صحته أحسنه وبيبان أظهر من سنه أمراض القلب أقل فرص تجلد أقل لو مريض سكر بيتحسن بطاقي من سرطانة بروستاتا حاجات كتير جدا 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 لأن زي ما حيك عارف أن بعد العلاقة الزوجية في مواد كتير بتطلع في الدم في جسم الرجل المواد دي بسطة للعضبات مسكنة للألام بتساعد على النوم الهادئ بتوزبط كتير من موظيف الجسم وكأن ربنا بيقول لنا أن العلاقة الزوجية ما تعملتش عشان الراجل يخلف عشان الراجل يتسلى لأ دي حاجة مهمة لصحة الرجل وصحة زوجته فمش من حقك ما تتعليقش بالذات أنه بقى فيه حل سهل ومتاح يمكن قبل كده كان ممكن الرجل خلص هو استان في سكولتورة العلاق فما فيش قدامه حل تاني لها من التكلم عن عملية جرحية مدتها تلت ساعة ونص ساعة بتغير حياة الرجل تماما وترجعه لقدرة جنسية عالية جدا 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 من غير ما أضر له من غير ما أزيه من غير ما أسبب له أي مشكلة فليه ما لجأش أو ما استفدش بالتطور العلمي الموجود والمتاح وليه أنا أحرم نفسي من الحياة وأحرم زوجتي إذا كان في حل بسيط ومتاح السؤال اللي بيفرض نفسه بقوة هي هو الدعامات أنواحها إيه؟ السؤال لوت يعني إحنا بنكلم عن العملية إلى حد ما مش إميرجنسي فالمريض اللي عنده ضعف جنسي بيقعد فترة ما يذكر يتفرج وده خلى الحوارات أصبحت زي ما بيقولوا مفتوحة على مصر عايها وكفية كتير من التفاصيل وده يخلينا عارة ندخل في تفاصيل عديدة فخلينا نتكلم عن أنواع الدعامات وفي السؤال اللي أكيد تقليدي وراه مين أفضل في أنواع الدعامات هي أنواع الدعامات المتاحة على مستوى العالم هما نوعين حالياً الموجودين هي الدعامة المرنة بأنواعها أنواع المقصود هنا الشركات المنتجة لها لكن كلها تندرك تحت نفس البندو ونفس الصفات فالدعامة المرنة والدعامة الهيدروليك السلسية نظراً إلى أن الدعامة الهيدروليك السلسية لم تعد متاحة ونظراً لمشاكلها الكتير فالنوعين الموجودين هما الدعامة المرنة والدعامة الهيدروليك السلسية ويمكن أنا جبت معي النوعين فده شكل نوع من أنواع الدعامة المرنة وهم بيبقوا اتنين دعامتين فالمقصود بكلمة الدعامة هم مدعمتين واحدة بتتركب في الجسم الكهف اليمين وواحدة بتتركب في الجسم الكهف الشميع فده شكل الدعامة المرنة وده شكل الدعامة الهيدروليكية أو الانفريتابول بروسيسيس وهي بتبقى ثلاثة قطع السلندر اللي بتركب داخل العضو الزكري في نفس المكان اللي بتركب فيه الدعامة المرنة والمضاقة دي بتبقى موجودة داخل كيس الصفن وده الخزان اللي بتركب فيه منطقة الحود اللي هو بيمة مليان بالسائل اللي بيملأ الدعمة فدول نعين الدعمات المتاحين على مستوى العالم السؤال التقليدي الأفضل بصراحة غير زعل طبعا ما فيه شك أن الدعمة الهيدروليكية الأفضل بما لا يقص بما لا يقص وسامحني على صراحتي بس يمكن الناس اللي متابعاني على السوشيال ميديا عارفة أن أنا بقول الحقيقة أي إن كان الرد في الأسئلة اللي زي كنا معظم أطباء بيجاوبوا بتبلوماسية لكن هو الواقع والحقيقة واحدة الدعمة الهيدروليكية أفضل بالدعمة المرنة بما لا يقص بصورة كبيرة جدا فما فيهش وجه مقارنة ما بين درجة رضاء المريض بعد الدعمة الهيدروليك بدرجة رضاء المريض بعد الدعمة المرنة هتقول لي زي ما كل المرضى مركبين دعمة المرنة مبصيرا ما بقولش دعمة المرنة وحش وأنا بركب ألاف المرضى من الدعمة المرنة وما زالت بركب دعمة المرنة بس أنا الأمانة يتحطم إنه نقولك إنcydcare بالدعمة هيدروليك هافضة طب إزي مريض دعمة المرنة؟ مبسوط لأنه ما جربش الأحسن هو مبسوط بالدعمة المرنة لكنه لو كان جرب دعمة هيدروليك هيحس بالفرق مين اللي كتابه بيكتسسأله önemli المريض اللي نحنا نستبدال له الدعمة المرنة بالدعمة هيدروليكية؟ ودول كتير فده المريض اللي يقدر يجابك السؤال بالرفق الشاسع ما بين النوعين لكن المريض اللي مركب دعمة هيدروليك من الأول هو مبسوط وخلص هو مش عارف إن فيه وضع أسوأ من هو ده والمريض اللي مركب دعمة مارنة وعايش بيها هو مبسوط وخلص لكن المريض اللي هيجاوبك السؤال ده المريض اللي كان مركب دعمة مارنة وبدلها بدعمة هيدروليك ودول كتير وده أكبر دليل إن دعمة هيدروليك أفضل وإلا ما كانش جيل المريض استبدل الدعمة المارنة بدعمة هيدروليك لكن عمرنا ما سمعنا العكس يعني أمرنا ما سمعنا عن مريض مركب دعام هيدروليك استبدالها بدعام المرنة وده اللي بيخلي الدعام المرنة هي الأكثر انتشارا في العالم بل هي اللي موجودة في العالم فالدعام الهيدروليك سوري أقصد وده اللي بيخلي الدعام الهيدروليك هي الأكثر انتشارا في العالم بل هي اللي موجودة في العالم يعني ما فيش يعني نسبة الدعام المرنة بتتركب في أوروبا وفي أمريكا ونسبة ضئيلة جدا لا تتعدى الواحد أو اثنين في المية من المرضى اللي بركبه دعوامات فأكيد الناس دي كلها مش مغيبة وإحنا بس فلا طبعا الأمانة الدعوامة الهيدروليكية الأفضل بما لا يقاس يعني ممكن أشرح لحضرتك هو ده سؤالي لأنا متشوق أعرف لماذا أجبت بمنتهى خلينا نقف دم دي محطة مهمة جدا محطة مهمة محتاجة زي موسيقة السورية لماذا قررت أن تجيب بمنتهى الصراحة وبشيء من القصو على الدعوامة المرينة وهي قصو علمية يعني أحترمها جدا لأنه حتى أنت نحيتك باللوميسية الجانبية لأننا كتير بسأل والله الاتنين كويسين بس الدعوامة المرينة أحسن في النقاط لكن أنت كنت صريح جدا أنت قلت لي جملة مهمة جدا الدعوامة المرينة أفضل من الدعوامة الهيدروليكية بما لا يدع مجالا الدعوامة الهيدروليكية هيدروليكية أفضل من الدعوامة المرينة بما لا يدع مجالا للشك بما لا يقص بما لا يقص أو بما لا يدع مجالا للشك أو بدون مقارنة يعني خلينا نقول باللغة أو نقدر نقول كده أن الدعوامة على كلامك الدعوامة الهيدروليكية ذات المنفاق ذات الثلاث أجزاء أفضل من الدعوامة المرينة بفارق شاسع على حد تعبيره دا حقيقي هنقف بقى الحلقة دي ليه؟ دا سؤال جميل جدا خلينا متفكين يا دكتور أيمن أنا لما بحب أستبدل عضو في جسم الإنسان أو وظيفة في جسم الإنسان فأنا بدوع على أقرب شيء لخلقة ربنا وأعملها وكل ما كان الاستبدال دا بأقرب حاجة لخلقة ربنا كل ما أنا قدرت أنجح فينا فعلى سبيل المثال آسف في التشبيه لو افترضنا من مريض عنده مشكلة في ودن وأنا عايز أحط له ودن صناعي فأنا أكيد هدور على مادة أو خامة شبه الماتيريا بالعلم هدور على حاجة كويتشوك أو حاجة كده قريبة من شكل الودن الطبيعي وملمسة أو إحساسة لكن تخلي لو أركبت له ودن حديد أو ودن خشب أبعد ما يكون عن خلقة ربنا طيب ده نفس القصة في موضوع الدعام إحنا الانتصاب بيتم نتيجة إيه أو إيه اللي جوه العضو الزاكري ربنا خلق العضو الزاكري بينتصم نتيجة إن فيه تجوفين جوه اسمهم الجسم الكافي دول عبارة عن فراغين بيتمالوا بالدم تحت ضغط عالي جدا فبيحق الصلاب ويحق الانتصاب يبقى إذا الانتصاب بيتم نتيجة إن فيه فراغ داخل العضو الزاكري بيتمال بسائل اللي هو الدم صح؟ وده اللي بتعملون دعامة الهيدروليكية الدعامة الهيدروليكية فعلا إن هي عبارة عن فراغين بيتمالوا بسائل بيتم امتلاقها بأز الشكل بيتمالوا بأز الشكل اه فبتديني نفس شكل وملمس وإحساس العضو الطبيعي أقرب ما يكون لإن أنا ببساطة استبدلت الوظيفة بأقرب حاجة لها فراغ بيتمال بسائل مكان الفراغ اللي بيتمال بسائل داخل العضو لكن سمحني ده شكل الدعامة الهيدروليكية أكيد ربنا ما خلق ليش داخل العضو حتة عظمة أو خشبة أو بلاستيكة بالشكل وده اللي بيخلي الدعامة الهيدروليكية مور فيسيولوجيك يعني الأقرب لخلقة ربنا سواء في وضع الانتصاب وده المهم وفي نفس الوقت في وضع الارتخاء ليه؟ لأن أنا بعد العلاقة أنا براخي الدعامة دي خالص فالعضو بيرتخي بسهولة جديدة فالدعامة هيدروليكية بتديني حاجة زي خلقة ربنا بزد في وضع الارتخاء وفي وضع الانتصاب ده مش متحقق في الدعامة المرنة لأ في وضع الارتخاء ولأ في وضع الانتصاب في وضع الارتخاء الدعامة المرنة بتبقى موجودة فالمريض بيكون حجم العضو عنده كبير وصلب طول الوقت ممكن يعوقه في اللبس في الخروج بالذات لو هو متعاود يلبس يدوم دقيقة أو كيلو وفي نفس الوقت أثناء الانتصاب هي مدتنيش شكل وانتفاخ الوضو الزاكر الطبيعي هي عبارة عن حاجة صلبة داخل العضو وأنا بتكرر مش معنى كده أن هي سيئة لا هي بتحل المشكلة بصورة كبيرة جدا والمريض اللي بيركبها بيكون سعيد لكن هو سعيد لأنه ما جربش الوضع الأفضل وده بيحصل لنا كتير في حياتنا على فكرة يا دكتور انت بتبقى عايش في مكان وسعيد بيه وراضي لكن لو روحت مكان تالي أكبر أو أوسع أو أحسن بتبتدي تشعر بالفرق وده اللي بنلمسه في مريض الدعام المرنة اللي تستبدلها بدعامة هيدروليكية يقول إيه ده أنا مكنتش عايش وده اللي خلانا إحنا في دار الزكورة عملنا حاجة لطيفة إحنا بنقول للمريض لأن مش كل المريض عنده السعة المادية اللي تسمح له يركب دعامة هيدروليكية بنقول للمريض تعالى ركب دعامة مرنة واسترجح حياتك وما تستناش وبعد سنة بعد اتنين الأمور اتيسرت وحبيت تستبدلها بدعامة هيدروليكية إحنا بنشيل كل الفلوس اللي دفعها المريض في الدعامة المرنة من تكلفة الدعامة الهيدروليكية وبالدالي بيكون هو ما خسرش فلوس خالص فأنا بكده بكون ضمن طيله إنه هو استرجح حياته بسرعة ماستناش لما يبقى معاه فلوس يركب بيها الدعامة الهيدروليكية وفي نفس الوقت ما يبقاش خسر لكن ده أهم شرطه أو أهم سبب بيخلينا نقول إن الدعامة الهيدروليكية الأفضل هي الأقرب لخلقة ربنا فيها عمل تانية بقى كتير جدا أهمها إن الدعامة الهيدروليكية فعلا مع الوقت بتبتدي تضخم حجم العضو فالمريض مع الدعامة الهيدروليكية بيشعر كل ما الوقت يعدي إن حجم العضو عنده بيكبر وده راجع للتصميم بتاعها النوع الدعامات اللي معنا ده اللي هي الدعامة الهيدروليكية السلسية دي فيها ميزة اسمها Unlimited Circumferential Expansion بمعنى التمدد غير المحدود في القطر فالمريض كل ما بيدوس على المضخة كل ما قطر الدعامة بيزيد الدعامة بطبعتها سواء مرنة أو هيدروليكية زي ما بيسميها كتابة Act as Atecious Compressor يعني بتشتغل إن هي بتضغط على أنسكة العضو الزكري فبتعمل فراغ حواليها في النوعين الدعامات فالدعامة المرنة لو حصل فراغ حواليها خلاص أنا ما نهدميش حال تاني لكن الدعامة الهيدروليكية لو افترضنا إن المريض مركب هذا القطر من الدعامة لكن بعد سنة ضغطتها العنسكة حواليها وبقى فيه فراغ فمجرد كل اللي هيعملوا المريض إنه هيدوس أكتر على المضخة بدل ما كان بيدوس خمس مرات هيدوس ستة أو سبع مرات فالدعامة قطرها هيزير ويبتدي المريض ما يحسس بأي مشكلة بل بالعكسية ولكن حيسس إن قطر العضو زاد فنقدر نقول إن الدعامة الهيدروليكية بتزود قطر العضو حوالي 20% بعد مرور ستة شهور أو سنة من تركيب الدعامة ده مش موجود مع الدعامة المريضة للأمانة وبصدق أخذ بال حضرتك أنا بتكلم عن القطر وليس الطول فيه نوع جديد من الدعامات بيزيد في القطر وفي الطول بس معدل الزيادة في الطول مش بنفس معدل الزيادة في القطر بس هو موجود ومتاح وبيتركبه فزي ما حيك شفت أنا بعد ما ضغطت على الدعامة شوية قطرها زاد بصورة كبيرة ده مش بيتحقق مع الدعامة المريضة بس ده في حدود القطر المسموح المسموح طبعا هو يعني حدود الممكنة الممكن بس على أقل المريض بيشعر بالفادة وبييجي بعدها بسنة وبست شهور وليس لأنا حيث أن القطر العضو زاد صلابته زادت العلاقة بات أحسن وأفضل وده يخلينا سؤال ممكن حيك تطرحوا أيهما أكثر الصلابة وأكثر سباتا لأول واحدة حيك تتصور أن الدعامة المارينة هي الأكثر صلابة وأكثر سباتا لكن الواقع هي الدعامة الهيدروليكية هي الأكثر صلابة وأكثر سباتا ليه؟ الدعامة مارينة بطبيعتها هي اسمها مارينة لازم يبقى فيها بعض المرونة عشان المريض يقدر يتنيها ويلبس يدومه فوارد جدا أسناء العلاقات التنى إنها دعامة مارينة لكن الدعامة الهيدروليكية لأ مش وارد إنها تتنى يعني مش ممكن تمامكم؟ لأن هي مش محتاجة بقى فيها مرونة لأن أنا لما بحب بقى رخيها بقى برخيها بمجرد الضغطة على الزرر دفنة هي مش محتاجة بقى فيها مرونة فالدعامة اللي هيدرول كي هي الأكثر سباتا مش وارد أبدا تتنى إثناء العلاقة والأكثر صلابة في حين أن البعض قد يتصور أن الدعامة المرنة هي الأكثر سباتا وصلابة لكن ده مش حقيقة هل تعبير أن عمليات الدعامة من العمليات المظلومة هل ده تعبير صحيح أم تعبير يعتبر درامي مبالغ في ميلو دراما عمليات الدعامة عمليها مظلومة لأن عمليات الدعامة تفتقر لشيء مهم جدا في الطب حيك تعرفه اسمه الورد أوف ماوس أهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم مهم عالم جراحات السنة مع قيمة علمية كبيرة في هذا العالم لكن قلنا أقول لكم أنا محتاجين نعيد النظر في جعل كيفية جعل الأباء والأمهات صالحين أن يكونوا أباء والأمهات كلمة قاسية لكن وقعين هسألك هو هسألك أنت فعلا تنفع تكون أب بكلم جدا تنفع تكوني أم هل أنت فاهم أساسا المسألة دي مسألة سهلة يعني مجرد من أنت خلفت بيت أب أو أنت خلفتي وبتغيري لولادك وبتجيب لهم لبس وهواء الأخيري بيت أم لا فيه حاجات كثيرة جدا جدا كثيرة قوي من ناحية التربية طبعا ومن ناحية السلوك ومن ناحية التقومي النفسي وهواء الأخيري أنت مسؤول كلكم مسؤول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي المسؤولية من ضمنها مسؤولية الأكل التغذية اللي إحنا شفناه ده نموذج لكده أن أنت ممكن تكون لا مبالي بتجيب الأكل لولادك أو فرحان قوي أن أنت بتأكلهم أكل كثير فرحان قوي أن أنت فسحتك بالنسبة له من أن أنت بتوديهم يأكلهم فاصة فود مبسوط جدا أن أنت بتجيب لهم أكبر كمية أكل ممكن تدخل في العمارة كلها بتدخل في شائدك أنت فرحان بكده وبتفتخر بكده بس أنت بتموت عيانك بالمعنى الحرفي أنت بتجيب لهم سمنة أو سمنة مفرطة أحيانا والمسألة بتتطور لأمراض قد تكون مبكرة بتلاقي الطفل في سن 14 شاب 16 عشرين بدأ يجيله سكر وفي ولاد جالهم ضغط في سن صغير جدا كتير حاجات كنا بنشوفها قليلة يعني إحنا زمان كنا بنعلم تلهم سيدهم لهم إيه إيه سيد ضغط 3% من الأطفال عندهم ضغط أنا بقول إن الكلام ده اختلف تماما مش 3% مش 3% من الأطفال خالص الورق اختلف مش كام في المية من الأطفال عندهم سكر الكلام أضرب في 2 أو في 3 على الأقل بسبب إن حضرتك مش أب جيد لولادك بتكلم جد جدا الموضوع خطير إن انت بتاخد أولادك ففسحتهم بالنسبة لك مش تلعبهم رياضة ده في أبهات ما عندهمش ببدأ مش فكرة الرياضة دي يلعب لهو عايز يلعبه يروح يلعب في الشارع أو في أي كومباوند إذا كانت قاعد يشوف المكان بتاع الكورة مفيش حاجة اسمها إن أنا أخده من إيده وفي تدريباته من ضمنه وظيفي إن أنا أحرص على إن الوقت يبزل أقصى جوت موجود ولو زاد وزنه كيلو أبدأ أكلمه في الموضوع ده أقول له انتزهت وزنك ليه وفهمه وإلا أو إذا كان فعلا بقى خلاص حصل له متابوليك دسقور ده ودخل في سمنة مفرطة أكون عندي الشجاعة إن أنا أتخذ القرار إن أنا ممكن أعمله عملية لو في السن المناسب وبالشرط المناسبة اللي نفهمها النهاردة القبول الأمومة مش مجرد كلمة دي مسئولية هنفهم النهاردة إيه سرها أو جزء كبير من المحيط بها ضيف العزيز القمع المال كبيرة والإسم اللامع في عالم جرحات سمنة اللي بيبدأ في حواره دائما وبيمتعنا الحقيقة بأسلوب علمي راق جدا وفي نفس الوقت يصل إلى القلوب وبنسمع كل تفاصيل وقصص وحكايات جرحة السمنة ومحيطها من كواليس نقول عليها دائما حلقة عن الأسرار والكواليس لهذا العالم المسير عالم جرحة السمنة مي جسار هذا العالم والإسم المتميز للغاية الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جرحات السمنة والمناظر بكلية طب جامعة إن شامس المدير لوحدة جرحات السمنة بمستاذ شوادي النيل وزميل كلية الجرحين الملكية بنجل ترى عضو كلية الجرحين الأمريكية والخاصة على أعلى تصنيف جودة دولي فيه جرحات السمنة السرطي أهلا بيجرح أهلا وسهلا عايز أبدأ بسؤال سمنة الأطفال إمتى نقول على طفل إنه بيعاني من سمنة مفرطة في البداية اسمح لي إن أنا حيا حضرتك وكل السيد المشاهدين وكل فريق العمل حيا طبعا إن أولادنا غالين علينا جدا وكمجتمع يمكن عربي أو مصري خصوصا الأطفال عندنا لهم قيمة كبيرة جدا ومخاف عليهم قوي وطبعا إحنا بنبتد نعرف يعني إن السمنة المفرطة في الأطفال بتبقى يعني مختلفة شوية عن سن الناس الكبيرة أكتر في السن وإحنا في المجتمع المصري ما بنمشيش على الجايد لاينز اللي هي فوق يعني الكوتل اللي هي فوق الأربعين نقول عليه السمنة المفرطة بل بالعكس إحنا بنبقى عايزين يزيد عن كده كمان عشان نقول إن ده محتاج لإنقاص وزن بصورة فعالة قد تكون إجراء لعملية تكميم المعدة أو تحويل المصار في بعض الأوزان اللي هي الضخمة اللي ممكن يكون معها سكر أو ممكن يكون حاجة بقى من نتبولكسندروم التي قد تحتاج إلى تحويل المصار فببساطة الطفل اللي هو كاسر وزن 100 كيلو اعتبر وعنده سمنة مفرطة محتاج لحاجة لإنقاص الوزن منها العمليات التي تجرب المنزار زي تكميم المعدة في معظم الناس أو الأطفال أو تحويل المصار في بعض الأوزان أو في بعض الحالات الصحية في سن الأطفال الحياة طبعا إحنا برضو بنزود شوية وبنقول إنه مش بس الوزن يكون كاسر المية ده إحنا بيبقى يعني لإنه طبعا إنت يعني الثقافة نفسها إنت عايز تنورها للأهل وعايز تنورها للمجتمع إحنا لو فتحنا المجال ده لو قللنا البادماسيينيكس يعني في السن الكبير ممكن نقول 35 زائد كمير بيذي يعني الوزن على الطول مرتين كاسر 35 يعني مش 35 كيلو يعني لكن الكتلة نفسها أو الوزن غير مناسب للطول بنسبة صغيرة أنت عندك عدد كدير جدا زي في الكبار يعني لكن في الأطفال خليك فوق الأربعين وكمان يكون معاك مشاكل للسمنة المفرطة يعني بيجينا مثلا طفل مش قادر ياخد نفسه أثناء النوم أو بنت متغيبة عن المدرسة بسبب السمنة المفرطة عملالها أزمة نفسية تقوص في المفاصل وصعوبة في أن هي تمارس رياضة وتمارس حركة وتمارس نشاطها اليوم بصورة يعني مظبوطة دول يعني محتاجين لإنقاص وزن بصورة فعالة مش هنمشي على تغذية علاجية بقى لأنه أحيانا ما حدش وصل لك أصلا المراكز بتاعت الإنقاص الوزن بيكون مجربش إنقاص الوزن بالطرق التقليدية أو بالتغذية العلاجية أو بالطرق اللي هي التحفصية فطبعا وزن بالبساطة كده يكون كاسر فوق المية يعني طفل كاسر وزن فوق المية أو أقل بشوية يكون عنده سكر يعني 80-90 كيلو طوله قصير والكتلة معدية الأربعين ويبترى يبقى عنده مشاكل صحية قد تكون سكر في بعض الحالات يبترى يعمل له العملية زي تكميم المادة هي الأرجح في سن الأطفال ليه زادت السن المفروضة؟ أسبابها إيه؟ أنا كنا الأول نشوف طفل واحد في المدرسة كلها بيعني من السن المفروضة دلوقتي الحادث بقى أكبر الحياة طبعا مميكنة اللي احنا عايشينها طريقة الأكل اختلفت خالص والحياة طبعا أنا أمكن شايف إن المجتمع دلوقتي بيحافظ الأطفال يعني على قدر المستطاع يعني الأسرة دلوقتي بقت فعلا هي شايلة هم الطفل اللي وزنه زايد وأنا دايما بقول لهم بيبقوا جايين يعني عندهم يعني نوع من الحزن الشديد إن طفلهم أنا مياه النهاردة أنا لسه قبل ما ماجد تصوير كنت لسه مخلص بعض الحالات للعيادات بتاعتنا في المراكز بعد الطفل ما خرج يعني جاي يعمل عملية وابتدت خدت الهيستوري بتاعه وتجايزناه كويس جدا ما بأخرجه وابتده يشرح لي المقاسي بتاعته وبتاعت الطفل من صعوبة النوم من صعوبة الحركة بقول لي يعني هو مش عايش يعني حياته الطبعية كما يجب إحنا يعني عندنا ألم نفسي أكتر من الطفل نفسه هو مش عايز تكلم يعني قدامي بالمشاكل النفسية منش خير أثناء النوم طول الوقت مش قادر ياخد نفسه هو نايم من حياته اللي هو ما هو طفل وزنه فوق المئة كيلو إزاي عطوله مارس الرياضة ورياضة إزاي يعني ما هو ما فيش مفصل أصلا يشيل وزن فوق المئة كيلو قوله اجري هيجري إزاي ما هو أنت بتطلب منه حاجة مستحيلة نفسه مكروش مش قادر ينام بصورة منتظمة مش قادر ياخد نفسه أصلا فده طبعا أنت أقوله إلعب رياضة طب حجم نفسك عن الوجبات بقوله ما تاكلش هو في هايبر انسولونيوميك ستيت الهايبر انسولونيميا اللي بتحصل عند الأطفال بتخلي عندهم حاجة يعني زي شراها للوجبات اللي هي فيها طاقة عالية فهو مش عايز يأكل أكل وعايز حاجات فيها طاقة عالية من الشوكليتس والحاجات اللي هي الفاست فودس كلها كل الوجبات اللي فيها طاقة عالية هو جسمه كده هو فيبر انسولونيوميك ستيت الانسولين زايد بصورة مرضية بيدفعوا لأكل الوجبات اللي فيها طاقة دي سكريات عايبقى مستكفي دي حاجات مياه غزية يبقى مبسوط جدا دي العصير بسكر كتير يبقى مبسوط عايز يأكل حاجات فيها دهون عايز حاجات فيها مقليات عايز حاجات قصدي أنه الطفل معذور وبعدين برضو احنا معلش يعني عايز اقول حاجة أن الأطفال احنا مش لازم نشايلهم الهم أنه هم السبب في السمنة أبدا ده انت مورس له الجين ده من أب أو أم أو خال أو عم هو عنده قليل قوي اللي تلاقي الطفل هو سبب في السمنة المفرطة طفل ايه؟ ما هو مولود كده هو طول عمره عنده يعني عايز اقول حاجة 99% من الأطفال اللي بجينا في المراكز عندنا أصلا عندهم سمنة ورسائل بتلاقي الأب أصلا عنده مشكلة أو الأم أو الخال أو العم فلا يعني مش عايزين نشايل الأسر أكتر مالة طيق والطفل برضو مش عايزين نشايله أكتر مالة طيق طفل 11-12 سنة هو أصلا مولود كده هو عنده جيناته الورسية الهرمونز بتاعته هي جسمه كده ده مرض سمنة مفرطة chronic inflammatory disease chronic disease ده مرض مزمن شديد الخطورة فلا نجلد أطفالنا ولا نجلد الأسر الحقيقة لأنه الأسر دلوقتي بقت غير زمان عندهم ثقافة عالية جدا والأسر دلوقتي حاملين هم الأطفال بس هي اللاج في أنه الطفل ما يقدرش يأخذ قرار هو ما يعرفش إيه صح هو ما يعرفش الطريق اللي يخص بيه إيه هو لا يعرف حاجة عن تغذية العلاجية ولا حتى لو عمل تغذية العلاجية هو لا يمكنه الاستمرار عليها لأنه طفل في الأول في الأخر فمشكلة كبيرة هي محتاجة يعني يعني محتاجة تدخل ومحتاجة إن إحنا بقى في اللي إحنا بنعمله ده زيارة الثقافة وزيارة إن إحنا إيه الحل ما هو هو لو الأسر عارف إيه الحل المزبوط وهتعمله هو بس المشكلة إنه ما فيش أصلا الكنسبت نفسه مش موجود بتعمل طفل إزاي عملية 11 سنة لا ده موجود عادي جدا طب يمارس في كل في كل العالم مش بس عندنا في مصر لا ده طب عادي جدا وطب منظم متابع جايد لعينز موصوف بس هي الفكرة إنه تصل الفكرة بالصورة المزبوطة يعني بحيث إنه يبقى الموضوع ماشي بنصد إمتى يكون القرار هو إجراء عملية بالنسبة للطفل يعاني من سبنه هو منظم الصحة العالمية من سنة 91 عموما الكوتلة اللي هي كسرة الـ 35 وعنده كوموربيرتس يعني عنده مشاكل من السنة كوتلة في الجسم اللي كسرت 35 35 طب الأطفال بقى إحنا مخليها الاربعين كمان ومش بس أربعين ده إحنا مخليها فوق الاربعين بزيادة ويكون مضاعفات واضحة جدا بحيث إنه إحنا يبقى قدمنا يعني بنحاول إحنا نخسسه بالطورة التقليدية كذا مرة ويكونوا الأهل ابتدوا تغذية علاجية سابقة لذلك وبالتالي ناخد قرار لإنقاص الوزن إذا كتلة كسر الاربعين وابتدى الطفل يشتيك من مشاكل صحية وده يمكن أعلى كمان من الجايدلاينز بتاعة وزارة الصحة العالمية الأهل ببعدهم تخوف يعني بيجيلك لو كان عيان مثلا عنده تلاتين أربعين سنة بيعمل عملية تخوفاته ده لقول بتبقى فيه ورقة في الوسكاب بيسأل فيها لكن الطفل التخوفات عبارة عن كتب جايبينها بيسألوا فيها طبعا إحنا بنكون مكان كل أب وكل أم والحقيقة إحنا عايزين نقول إحنا مكانكو في أخذ القرار إحنا مكانكو في الطريقة المزبوطة مش كل طفل هيجي عنده شوية وزن زيادة عن عمله عملية الأطفال فقط اللي هما محتاجين لعمليات هما اللي هيتم لهم إجراء العمليات إحنا بناخد أبسط أنواع العمليات اللي هي عمليات التكميم هي أبسط أنواع العمليات اللي تجرى لإنقاص الوزن في الأطفال بعيدا خالص عن أن هي تأثر على النمو بعيدا أثر على الهرمونات وخصوصا البنات اللي صغيرين بقى عندهم من 11 سنة وزيادة الأهل بقى عندهم concern بأنه ده هيأثر عليها هرمونايا بالعكس ده السمن المفرطة هي أكتر حاجة تلخبط الهرمونات عند البنات وعند الولاد كمان أكتر حاجة عملية تكميم المعدة ما هي إلا تصغير الحجم المعدة لا تؤثر على الامتصاص فهي لن تؤثر على الأكل اللي الحجب تأكله ده أكله طبيعي جدا فلا يعني يوجد أي نوع من التخوف من انقص الوزن عن طريق عملية تكميم لأنها عملية سهلة ما هي إلا تصغير لحجم المعدة لا تؤثر تماما على ومتابعتها يعني بسيطة خالص لأنها مش زي تحويل المصار هي عملية قائمة فقط على تقليل كمية الأكل تقليل كمية الوجبة زيادة الشبع تقليل الجوع وده أكتر حاجة هي مفيدة فيها يعني طبعا فيه جزء هرموني احنا مش بصدده أنه الجزء المستقصل من المعدة اللي احنا بينشيله عشان نصغر المعدة بيستقصل بهرموناته اللي هي الانتي انسولون هرمونز من ضمنها هرمون مشهور يمكن الناس عرفها ويمكن المهتمة باسمنا اللي ده هرمون الجريلين أو هرمون اللي هو بزود الشهية للأكل أو بزود الجوع أو بزود قدرتنا على أن احنا أثناء الوجبة لوحدة المعدة توسع يعني أثناء الوجبة هو كل ما بتاكل المخ بيوسع المعدة بتاكل كمية أكبر فده بيتم استقصال أو تخلص من نسبة كبيرة منه وبالتالي بيأثر على الطفل بصورة صحية مصبوطة يرجع لحياته الطبعية فهي عملية آمنة تماما تجرب المنزار خلال فتحات صغيرة إقامة أقل من 12 ساعة في المستشفى بل في معظم الأطفال ما بيحتاجوش أنهم يعودوا من 12 ساعة كاملين بيبعزين الروح فعلا لأنها عملية من ضمن العمليات التي يمكن إجراءها في منظومة الفاست تراك اللي هي إقامة صغيرة في المستشفى بس تبينشي خطوات من خطوة 1 لخطوة 12 يتضمنها بقى حاجات تحضرية للأطفال يتضمنها يعني إزاي تجري بفتحات صغيرة للطفل المسكنات يبقى جرعاتها مضبوطة بأدوية متطورة ما بتصيرش حاجات زي الدرنقة أو في الأطفال وقت العملية لا تعدى النص ساعة في معظم الأطفال لأن عملية بتبقى أنت بتعملها أتئيز لأن جدار البطن بسيط الدهون أصلا بسيطة المعدة نفسها جدار المعدة نفسه سهل أن أنت تبيه هندل يعني أنت تتعامل معاه ببساطة يعني فهي عملية آمنة تماما وأنا بطمن كل الناس وقال لهم ده طب محترم بيجرى في كل أنحاء العالم آمن تماما منجز في انقاص الوازن لا يؤثر على الامتصاص لا يؤثر على النمو وخصوصا البنات لأن أنا متوقع السؤال ده بقى في عقول كل السيدات اللي عندهم أطفال أو بنات يعني في سن صغير هي عملية جميلة جدا أنا أنصح بيها تماما السن المناسب يعني من 11 سنة وإحنا طالعين ويمكن كمان أنا 11 سنة ده إحنا بنعود معهم بيتم تقييمه عن طريق الطب النفسي والتغذية العلاجية بيبقى فيه شوية تحضرات يعني ونشوف الطفل ده أصلا يعني هو المنتالي بتاعته أصلا مستوعبة ولا مش استوعبة لأن أحيانا طبعا بيبقى فيه صعوبة في الكمنيكيشن أصلا مع الطفل فده يعني يعني ما بنعملهش عملية بيتم تقييمه مضبوط وإذا كان هو يعني الطفل نفسه مستوعب العملية المنتالي بتاعته بيعرفي كومنيكيث معنا يعني بنعمله العملية بأمان من سن 11 سنة يعني أحيانا طبعا بنعمل في سن 9 سنين بس يعني الوزن بقى مأثر قوي على الحالة الصحية يعني بنتجاوز على السن شوية في سن مبكر افترض أنه عندنا طفل 9 سنين ووزنه كاسر 100 كيلو رجليه متقوسة وعنده صعوبة في التنافس أثناء النوم لدرجة نوم بيعرفش نام على ظهره أصلا طول الوقت قاعد على أو ينام بصورة يعني مريحة طب دائما تعمله إيه ما هو لازم تعمله عملية لإنقاص الوزن طبعا عايز أقول حاجة أنه يعني برضو دائما بسترس أن القرار في إيد الأسرة يعني هي الأسرة هي المسؤولة ليس الطفل يعني لأن طريقة الطفل اللي تأخر عليه هو داخل في مشاكل قد تكون صحية مزمنة في سن مبكر زي السكر طبعا والضغط اللي يعني يبتد انتشر بصورة كبيرة جدا مع السن المبكر مع الأطفال احنا بنلاحظ في الوقت إن حالات السكر في الأطفال زادت جدا بالفترة الأخيرة جدا والضغط زادت بشكل مستغرب يعني إحنا كنا فين عبا كل فقط قد ألاقي ميتابوليك سندروم ما بيفرقش ما بين واحد سنه كبير سنه صغير هو متابوليك بروسس هي بتحصل في كل الأعمار فيه 17 سنة بلاقي عنهم ضغط معدل 200 سيستوليك 130 وسكر طبعا الإجراءات المتبعة هل تختلف عن إجراءات المتبعة بالنسبة للكبار في جراحة السن ولا حاجة بالعكس ده هي أسهل يعني الطفل اللي هو يعني دايما بيكونه ميديكالي فري ما بيكونش عنده أصلا مشاكل صحية يعني قد تعوق إجراء العملية أو قد تعوق أنه ينام تحت بنج فترة قسيرة لأن إحنا لو قررنا طفل 11 أو 15 سنة بواحد تاني 60 سنة الـ 60 سنة بيبقى عنده تحضير أصعب شوية قد يكون عنده مشاكل في القلب مشاكل في متعلقة بالسكر مشاكل متعلقة بالتنافس أثناء النوم أو التنافس عموما بأمراض مزمنة يعني بيتم تحضيرها قبل العملية لا الطفل اللي 15 سنة أو أكبر أو أقل شوية هو ميديكالي فري يعني هو ما عندهش سكر في معظم الأطفال ما عندهش مشاكل في التنافس في معظم برضو الأطفال يعني قصد تحضيره سهل يتم إجراء طبعا بالرغم من ذلك بيتم عمل بروفايل زي طبعا حاجات معملية زي صورة الدم السيولة وظيف كبد وظيف كلا بنعمل طبعا تقييم للقلب تقييم للتنافس قبل العملية بصورة يعني بنعمل سكرينينج للطفل بصورة طبية منصفوطة وإجراء العملية أسهل بكتير جدا أثناء العملية وقت قصير الريهبليتيشن أوعادته اللي دراسته أوعادته لنشاطه الطبيعي بيكون في وقت أقصر بكتير جدا من الناس اللي هي الأكبر سنة التكميم أم تحويل المصار أنت كلمت كتير على التكميم ميال للتكميم الحقيقة ميال للتكميم ميال للتكميم لأنه إحنا أنا يعني طبعا إحنا بندي فيتامينز ما بعد تحويل المصار بصورة مكسفة إحنا مش محتاجين الطفل بيسترسد يعني بفايتامينز ديلي كل يوم ياخد فيتامينز بصورة كبيرة إحنا جوزة إحنا عايزين نقلل كمية الأكل فقط لكن إمتصاص الأكل لا يمكن التأثير عليه يعني أكل واجبة فيها الحوم فيها خضار فيها فواكه تمتص كاملة مش عايزين نأثر عليها خالص احتياجه للفايتامينز أقل بكثير من تحويل المصار وعايز أقول حاجة إذا كان هناك يعني حتى داعي لإجراء تحويل المصار في السن الصغير حتى لو وزن كبير كسر مثلا 150 كيلو أو أكتر اعمل تكميم دلوقتي هي أخف شوية أخف في المتابعة وعايز أقول حاجة إن السن الصغير استفادتهم من العمليات أكثر بكثير من الناس الكبير حرقه كتير عضلاته كويسة الجهاز الحرق في جسمه عموما أفضل بكتير بيتحرك أكتر يعني لو قارننا يعني السن يمكن حياتها ما يدخل في الحياة العملية أكتر بيبقى مكتبي أكتر بيبقى مميكن أكتر لكن الأطفال يمكن عندهم وقت للنادي عندهم وقت للدراسة بيتحرك بيروح بيخرج يعني بيبقى فيه استفادة أكتر من السن الأكبر دايما الحوار نسمعه كمان من المرضى أو أهلهم بيكون له وقع على الأذن رائع جدا بنستمتع بتجربتهم الشخصية وخصوصا إنه هما بيكون عندهم قدر من الثقافة الطبية في المجال بعد ما مروا بتجربهم فيه بيخلينا نستفيد إحنا كمان من التجربة إحنا كأطباء نستفيد من التجربة نستفيد من رد فعلوم النفسي ده علم مهم جدا 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 ولذلك الاستماع دائما إلى المرضى تجربة أنا نفسي بسعى إن أنا أستمتع واستفيد منها أقصى استفادة تعالوا نسمع مع بعض وزني مية وتسعة يجيت له الدكتور كريم يجيت له الدكتور كريم عشان أعمل عملية عملية تكميم صاحب ما بيرقدوش يلعب معايا ومش يلاقي لبس كل ما جاء لعب معاهم يقول لأ وكل ما جاء يجري معاهم يقول لأ أنا سمي محمد عند 12 سنة وزني مية وتسعة وعملت عملية تكميم مشكورة الدكتور كريم خلقت تمشيت وشريبت كده عملنا عملية تكميم بقلنا دقيق بقلنا كم ساعة بقلنا ثمان ساعات دلوقتي ثمان ساعات عملية تكميم مادة بس بعد ساعتين بدأت يتحرك ومش أعرف تتحرك كويس ومش أعرف وشارب مالية بعد أربع ساعات وبدأ زي ما تشاهد بدأ فايق تماما الحمد للدين أنا اسم منها طلوم مصطفى سني 11 عشر سنة عملية تكميم مادة وزني قبل العملية كان 87 دلوقتي بقى 71 بقيت بلعب مع أصحابي وبجزي وبروح الجم وحياتي تزبطت بعد العملية ودكتور كريم ما هو السبب اللي خلاني خس وشكرا دكتور كريم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم مرة أخرى الموضوع دا هو موضوع مهم وكبير جدا موضوع السترس اعتقد ان الموضوع على مستوى العالم أصبح يعني يدعو إلى الدراسة الحميقة جدا التوتر يا جماعة وزيادته في الفترة الأخيرة وعوامل التأثير بتاعته في الفترة الأخيرة السوشيال ميديا ودورها في هذا البوعبع هذا البوجيمان بوجيمان يعني بوعبع خطير جدا الأحداث اللي بتحصل بسرعة والتناقل للأخبار الكاذبة وتصدير الأخبار الكاذبة وأنا عجبني أول حملة المعمولة الأعلانية الجميلة قوي اللي فيها شكل تمثيل بتاعت أخبار الكذابة واحدة تركب كام بواحدة في المكروباص فتقول لها سكوتي مش البطاط الصغيلية فتقول لها لأ أنت كذابة ده كلام مهم جدا تصدير الأخبار الكاذبة من أعداء البلد ده بيخلق حالة من حالات الاسترس بعض الناس اللي بتسيء استخدام الشهرة أو بتسيء استخدام وضعيتها فتخلق حالة من الاسترس وحالة من الجدل كان فيه وقت من الأوقات وده كان مهم جدا لدرجة أنه رمز مصر أو يعني قمة مصر تكلمت عنها الحوارات أو البرامج الحوارية اللي فيها توتر اتقالت بشكل مباشر طيب وإحنا هنقعد 3-4 ساعات في حالة توتر بتصدر إلى المشاهد إقمتهم في الآخر التوتر يا جماعة خلق حالة في البلد كلها في وقت من الأوقات في منتهى الخطورة في 2011 و12 و13 الوقت ده كان في منتهى الخطورة لأن كلنا كنا متوترين وتتنزل الشارع تلاقي حالة توتر عالية قالت كتير دلوقتي الحمد لله قالت كتير أنا فاكر كويس جدا جدا إن حالة التوتر كانت في الشارع لدرجة إن كل واحد بيكسر عالتاني وخناقات كان بتحصل في الشارع بشكل عشوائي لوقتي المسألة تحسنت كتير ولسه هتتحسن التوتر مرض قاتل ممكن يقتل مجتمع بحاله ومرض معدي أعمالك بالتكاترة بقى ودي نوقف قدامها شوية لإن إحنا هندخل قط العمليات اللي هي زي ما بيقوله أكبر درجات التوتر العيادة فيها توتر العادة البطنة عادة الضغط فيها توتر أما هوتر في غرفة العمليات فأكيد القصص أكبر أنا زي ما بدأت كده بتتكلم على التوتر وإحنا قلنا الحلقة وإحنا بنتناولها الكوز العلم الأكاديمي اللي كان فيه شوية من الصعوبة لزيادة الوعي بالعكس عادتش بحتي بشكل أكاديمي يعني إيه توتر من ناحية الأكاديمية والتوتر كمان زي ما بتقول أحيانا بيبقى مجتمعي أحيانا لما بيكون فيه ديزاسترز ناشنال ديزاسترز يعني ممكن تكون فيه كارثة مجتمعية كارثة أهلية كارثة فيه تسونامي حصل في بلد حصل زدزال في بلد حصل صورات في بلد حصل إرهاب وقضايا إرهابية في بلد ممكن يزود فك يعني فرصة الخوف والتوتر والقلع وحد خايف يودي ولاده المدرسة الآن من الفجرات اللي بتتم الآن ممكن يحصل خطف الآن يحصل مش عارف إيه مشاكل مدية الآن إنه هو هيكمل في ولاده زي في المدرسة دي هيتخرجهم من المدرسة أو لأ كل دي انعكاسات رهيبة جدا المرض مش معناه إنه هو في قدة العمليات وفي عيادات فقط والمرض أسبابه مختلفة كل دي بتؤدي إلى أسباب إلى الأمراض وبالتالي محتاج نفهم التوتر ومعالجته وإن أنا أقدر أكون إزاي لو كان التوتر بسبب الشغل لأن معظم من وقتنا في شغلنا محتاج وده كلمة محتاج إنك تاخد هدنة شوي تهدى شوي وتتعلم تتاخد الهدنة وتتعلم تعمل حاجة اسمها وده تكنيك يقلل السترس وده هناخده بخطوات في اللي جاي زي ما أنت قلتلي احنا مش عاوزين مجهودنا يتم في حلقة فزي السترس ده والريدوكشن استرس تكنيك ده تقنيه تقليل التوتر حتى الرياضة مش مجارن راح جيم أو جاي ما شايف البيت لنقول لها حترك على حاجة الرياضة الجيم وتصدير أخد المنشطات ومكملات الغذائية في الجيم خلق الجيم متوتر جدا لأن المنشطات دي فيها هورمون تستسترون فالولاد الـ 25-30 سنة اللي هم البودي بولدر باب معهم في أي حاجة هم متوترين جدا متوترين في حالة عدوانية كامنة إن هو راح يصهر أو راح يخرج أو قاعد تتا هو عايز خانة من غير سبب من غير عضلات دي لإيه لا هو كمان مش بس عضلات دي لإيه هو واخد حاجات مخليها في الحالة مخلي قدرانين عالي دايما مشكلة وفي نفس الوقت بيأثر على قدرته الجنسية والإنجابية طبعا العجز جنسي وضمور خاصية ضمور خاصية بسبب التستسترون الموجود اللي بيعمل نيجاتيب فيدباك على الغودة وعلى الهايبو سالماس وعلى بتويتري وبالتأكيد ينزل تاني مصنعات الحيوانات المنوية كلها بتبدأ تفشل غرفة العملية غرفة العمليات غرفة العمليات دايما بتشوف أسباب رهيبة جدا أحيانا من الناس بتتعالج بقالها فترة أو ما عندهاش المشكلة وحلها وده الواحد وبيزود التوتر مش لقيا حل زي ما اتدفعنا نربط دايما الأحداث والحلقات ببعضها أنا بقى عندي يوتم طبي نتيجة إن أنا بقالي فترة عمالة تعالج ما بوصلش للحل عندي مشكلة مش لقيا لها مخرج وعندي مشكلة مضاعفة دلوقتي ومش عارفة عامل إيه هنبدأ بالحالة الأولانية النهاردة لمريضة 33 سنة نبدأ بيها لو نزل على الشاشة التاريخ التاريخ الوراني هنبدأ بالحالة أول حالة عندنا النهاردة لقى حالة مثيرة جدا نشوف نفسها فيها مخرج حلو قوي وفيها تقنية عالية بجدا عجباني جدا 33 سنة متزوجة بقالها 15 سنة إجهاض 3 مرات وقيصرية 3 مرات منزار بطن من 13 سنة قبل سنتين بعد من الجواز وبعد كده حصل فيها حمل وبعد كده بدأ يحصل ألم من آخر كيصرية ألام ألام ليه علاقة بالدور وليه علاقة بالجميع وليه علاقة بالمشي والحركة وليه بتعمل في كل حياتها لو كحت أو عطست ألم في بطنها اتشخصت تشخصات مختلفة حصل الدورة اختفت اختبار حمل موجب صنار مفيش حمل ألم توتر صنار أخير فيه مفاجأة هنأجلها لغاية لما نشوف دخلنا بالمنزار نشوف حدث مش بيتشاف أبدا من بر الصورة نرجع كده ثانية قبل ده ينفع نرجع ثانية قبلها نرجع ثانية قبلها نرجع ثانية قبلها أول الفيديو أول الفيديو نخش بقى بس نمشي بالتدريق رحم بالكامل معلق ملتصق في جدار البطن معلق معلق لغاية لما كنا بنشوف الصورة دي قبل كده بنقول فيه التساقات ما بين الرحم والبطن عادي وبالنزل نحاول ننزلهم لو عندنا قدرات ممكن تنزف لأنه مش عارفين التصور والخريطة اللي ممكن تكون موجودة أو لغاية لما نوصل لمرحلة الجديدة دلوقتي إيه السبب ده هل وضع الرحم اللي كان مائل للخلف مخلى عنق الرحم أو الجرح بتاع القيصرية قريب من عضلة البطن فحصل الالتصاق ليه حصل الالتصاق للألم من أيام يوم القيصرية لما تم سخنت وتعالجت وبعد كده الألم فضلت مستمرة فالتفسير المنطقي بقى موجود إن فيه التصاق ما بين الجرح القيصرية وجدار البطن ليه عشان فيه فتأ فتأ فين في الرحم اللي اسمه إيه النش اللي حصل إيه النش يعني إيه يعني خروج بعض محتويات الرحم مع القيصرية إلى بره الرحم فبدأت تصير الخلايا الالتهابية منها منديل البطن راح يحاول يحاول الجرح اتنين التصاق ما بين جدار الرحم الأمامي لجدار البطن العلوي فتعال نشوف الكسة كانت عاملة بندخل نكمل بعد الرحم منديل البطن الجزء الأصيل اللي بيؤكد علينا إن فيه مشكلة ما تحت موجودة فمنديل البطن فك التصاقاته دلوقتي ما بقيتش عشان بنفك التصاقات قد ما بنعرف إن منديل البطن لما يتورط في التصاقات عشان يفضح كانت مشكلة موجودة تحت فكرنا الالتصاقات اللي كانت نازلة عشان يغطل المشكلة اللي موجودة في الرحم هنبدأ هنا بنسلك الأنبوبة شوف الشدة اللي فاتت دي ارجع كده الورا ثانية تاني ارجعها تاني سنة ارجع سنة اوقف بقى سنة بص يا دكتور البرزخ إن ما بين الأنسجة وبعضها البلانة وكليفج لما بتشد شدة وتقص قصة كربون داكساد اللي احنا مش شايفينه يخش يعمل بابلينج جوه فقعات تؤكد لك إن ده المكان اللي تدرى فيه ضربة المقص التانية لأنها دي المكان اللي هيقدر يبعد الأنسجة عن بعضها وبالتالي تقلل نصف فرصة الناس مكان الفصل اللي بيسميه مكان الفصل حد الفصل وبالتالي ما نعاوز بس أفصرها لك قوي وبالتالي فرصة رجوع الالتساقات بتبقى قليلة جدا لو وصلت البلينوف كلافتش دا فتعال نكمل بس تراكشن خفيف قصة طرف المقص وتراكشن خفيف بنشتغل على أنبوبة فريداليكت رقيقة جدا ما ينفعش تخدش من بره وإلا هساعد فيها التساقات مرة أخرى هنبدأ تراكشن خفيف وقصة خفيفة برتون يرجع تراكشن خفيف قصة خفيفة برتون يرجع ليه بقى؟ عشان عشان نوصل من ورده بجد بجنتل جدا 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 تراكشن خفيفة تراكشن خفيفة تراكشن خفيفة أص خفيفة برتون يرجع برتون عين يرتاح نكمل بص هنا من ورد دي بقى ده الراوند لجامنت بص كده بص بص الرحم بتبدأ تدخل في الكهف ده تفصل ما بين الرحم والمثالة البولية تعين لأن الحالة دي فيها مفاجأة رائعة جميلة لما توصل لها في الآخر وتوصل لفك شفرتها هنا في صعوبة رهيبة في المنطقة دي ما بين جدار البطن وما بين اللاترال اسبكت اليوترس عند الانسيرشن بتاع اليوترين بتاع اللي هو الشوريان الرحمي هنبدأ بالتدريج الأص خفيفة من الهايبرتورفايد يوترين مصل اللزقة في جدار البطن الأمامي هنبدأ نقص بالتدريج بالراحة بالراحة ليه؟ عشان ما نخشش في يوترين تيشوز مش عاوز نخش في نسيج الرحم نفسه عاوز نخش لأن هنا كان حصل ملت وانسهار ما بين الرحم وما بين الجدار البطن الأمامي بالراحة وبالتدريج المسانة بنبدأ نستبعدها ونطلعها في مكانها الطبيعي ونبدأ نفس المباينة اليوتروفازايكال باوتش اللي هو المكان اللي ما بين المسانة البولية والرحم هنا هنكمل نكمل 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 كل ده القصو ما بين اللي هو غلقة اللي لازمة الرابط بتاع السورة ونرأ هنا بدأنا نفيص الانا componente ما بين المسانة البولية والرحم ايه العنف فى الالتصاق ده؟ ده النش اهيه النش عمل ايه هنا؟ حصل الالتصاق بينه بين جدار البطن وكاني جدار البطن عن فتقي الرحم وجة اني جدار البطن كان بيحاول يعمل عملية التقامية للجرح اللي موجود للنش، لسه بقى وصلنا للنش، بص بقى المنظر ده، ده النش، النش هنا هو الجزء الاسفل من الرحم عفوق عنق الرحم مباشرة، فيه ايه بقى؟ عملنا منظر رحم، واحنا شغالين دلوقتي وقسمين، وقف هنا بقى ثانية واحدة، ارجع لكده، كيس حمل داخل النش، اكتبك، يعتبر اكتبك حمل خارج الرحم داخل الرحم، نكمل، في كيس في الفتح، وده من اصعب الحالات اللي ممكن حد يواجهها، ان يحصل حمل داخل النش، لان التعامل معها ممكن يحصل نزيف رهيب، يقدر انك انت تستقص للرحم، واحيانا تبقى صعوبة رهيبة، لما مش عارف الوضع التشريحي، انك كمان دي بقى صعوبة انك انت تلاقي النزيف في كل مكان، ما تقدرش تسيطر حتى على الرحم، يعني القصة مش انك تشيل الرحم بس، ان النزيف ممكن يحصل، او لو انت هتشيل الجزء بقى، تعمل دراسات كتيرة، هتتعامل مع الحملة داخل النش ازاي، هل ينفع كوريت استحالة؟ كوريتاج يعني كحت، كحت استحالة وممنوع تماما، هل ينفع ان يعمل ساكشن، بص بقى الصورة هنا، بص بالتاني الصورة دي تاني، هل ينفع شفت؟ بص بص النش اهو، تحت الالومنيشن، موجود وهنبدأ نستدل بيه، تحت الإضاءة الداخلية، في النش، من داخل منزار رحمي، وبعد كده هنبدأ نشيل الجزء النش ده بالحمل، ونصلح الرحم مرة تاني، هل ينفع شفت؟ شفت كده، تحت صنار، ونبدأ نشوف عشان لو حصل نزيف، بص خلي بالك هنا، بص خرج الكيس اهو، عشان بداية الكيس، نكمل، انفجار ده؟ لا ده ده السائل اللي جاي من منزار الرحمي، بنقص هنا، قادي النش اللي عامل قبة، وتحتيها، الكيس هيطلق دلوقتي بتاع الحمل، نناكس بالراحة كده، الناس ما كانتش يفاهم النش، ولا فاهم ان ممكن يحصل حمل داخل النش، ولحالات اللي زي كده كانت بتضل، وممكن يحصل مشاكل معاها، ونزيف، فتحنا النش بالكامل اهو، قادي كيس الحمل، اللي كان لازق في النش وجوه، بقت فيه تفسير، ليه بنعمل صنار، اختبار حمل موجب، وصنار مفيش كيس في الحمل، وبدأنا نشيل، وبعد كده نجري شوية، نجري اهو، حالة مش متكرر، يعني مش بسهولة تشوفها في الفترة الاولانية دي، كانوا بتعاملوا ان ممكن نعمل ميزو تركسيت، ناخد بعض الحقن اللي تنشف، وتموت نسيج الحمل، نخلنا بالمنزار، وبعد النش اللي تشال، وبعد كده نصلح الرحم، وضعه الطبيعي مرة تانية، تحت وجود الساوند او المجاس الرحمي، وهيتقفل الرحم في 2 ليرز، موجودين، سواء كانوا كنتينوس، يعني ده يعني خط خياطة مستمرة، او انترابتد، فيرست لير وستكند لير، يتقفلوا، ويرجع للرحم مرة تانية، يخش في وظيفته مرة تانية، وبعد 6 شهور من العملية دي، بعد ما بنوقف الدورة 3 شهور، ومنمنع الحمل لمدة 3 شهور بعدها 6 شهور، يحصل تاني فرصة الحمل تكون موجودة، وبعد كده تبقى فرصة الحمل هتبقى كيصرية، بتنتهي بكيصرية، بنشد الانتباه هنا، عشان التوتر يقل، عشان مش هكينة تقل، لازم نعرف لما نعمل كيصرية في التانية في التالتة، فإن احنا عندنا فرصة لحمل داخل جرح الكيصرية الداخلي في الرحم، أو لو الحمل ده اكتمل وكمل، فده الحمل اللي يعمل بلاسنتا أكريتا، اللي شفناها، يحصل مشيما، مشيما، تبقى بتلتسك في المكان وتنغمز وتختار الجدار الرحم، وممكن تبقى أكريتا أو إنكريتا لو دخلت في عضلة الرحم، أو بيركريتا، لو عدت جدار الرحم وبدأت تخش كمان في المسانة البولية، أو أحيانا في الأمعاء، ده يعلمنا كلما زاد معدل الكيصريات، كلما زادت تأني في اتخاذ قرار لحدوث حمل مرة أخرى، أو حمل على باينة، أو حدوث حمل واتباعا متبعته، عشان لو لقنا حمل في البداية زي المرحلة دي، ننهي الحمل ونمنهي المشاكل لما كنا منقوفة قبل كده في حالة وجبناها، شلنا الرحم بالمشيما بكله، كنا نقدر نمنع ده لو في بداية الحمل، زي حالة زي كده، الحمد لله، أقصد قدرنا نمنع ده من تكرار اللي كان ممكن يحدث في المستقبل، وده رؤية المنزار، المنزار معناه أحيانا إيه؟ إنه مش تشخيصي أو جراحي، فلسفة المنزار إنك أنت من خلال المنزار كنت تقدر تشوف الوضع السابق كان إيه؟ يقول لك تاريخ المريض كان إيه؟ أدي الالتصاق، ودي النش، ويقول لك رأى للمستقبل، لما كنتش دخلت دلوقتي، كان ممكن ده هيكون مصيره إيه؟ الاكسبكتش، الاكسبكتش، تعالي نشوف الحالة البعدة، حالة البعدة كده برضو حالة يعني ناخد ألف عين؟ الحالة، ألف عين ولا صاد ميم؟ الحالة، ناخد صاد ميم صاد ميم؟ خلاص، خلاص دخلوا دي، خلينا في صاد ميم بقى، إحنا هنأقي برضو مش هنمشي بالترتيب يعني طب يلا، صاد ميمة؟ نبع عندنا ديمقراطية، بس عندنا الديكتاتورية في نفس الوقت اه، وأنا بحب الديكتاتورية اللي كنت بص، صاد ميم، 37 سنة متزوجة من سنة متزوجة؟ أه، من سنة، ألم مزمنة في الحد، وتأخر حمل سنوي، ألم شديدة في الدورة الشهرية، ألم أثناء الجماع، فتح بطن سابق ثلاث مرات، استقصال كيس على المبيض، وحمل خارج الرحم، نوقف بقى كده، من زر بطن سابق، 2006 فاكل تساكات، أشعب السابق 2012، انسداد قناة فلوب، وإجراء ثلاث محاولات لحقن مجهاري، تخيل، كل ده، في الفترة، السنة، وما تلع ذلك، السنة يحصل التاريخ ده كله، ثلاث مرات فتح بطن، ثلاث مرات حقن مجهاري، وحمل خارج الرحم منه، طيب، هنا المنظار كان جميل جداً لفك اللغز كان مرتين يفتحوا على إنه حمل خارج الرحم ما يلاقوش حمل خارج الرحم، بالرغم إن كان حمل موجب، وموجود بالصنار، إن في تجمع موجود جنب الرحم، يؤكد إن في حمل خارج الرحم، كيس موجود، ويتم الفتح، وبالتالي لا يستدل على حمل خارج الرحم في البطن، فتح فتح؟ فتح بطن ثلاث مرات، تعال نشوف بقى، المنظار رغم إن عاملة منظار سابق 2006، إلي المريضة كانت لا تعلم عن نفسها شيء، واكتشفنا شيء بالرغم إن الصنار لم يكتشفوا، أدي رؤية المنظار، التساقات بشعة، التساقات مع منديل البطل، ومع الأمعاء، التساقات هتليها معقدة، دايماً كل التساق لبصمة خاصة به جداً، إن كل اسمه التساق، وكل اسمه فك التساق، لكن كل التساق خاص به هو، وخاص بمردته، وخاص بطريقة فك شفرته، هو مقص في الآخر بيقص، ومنظار يرى، ولكن الخطوات أحياناً بتبقى مختلفة، البرانسابلز واحدة، والقواعد واحدة، بتحط رولز، وبعد الرولز بورتوكولز، صح؟ لكن في الآخر بتصل إلى نتيجة مختلفة من كل حالة التانية، بعد ما بدأنا نفك، لقينا المفروض إن دي مرجاج نيسست تقول إن فيه قناة فالوب موجودة الناحة دي، التساقات بشعة، عنيفة، بنحاول زي ما بنقرب جداً جداً من منطقة الفصل، لأن القولون هنا، يعني بكامله، ملتصق على الجزء الخافي من الرحم وعلى أنبوبة اليسرى، بدأنا نفك القولون، وبدأنا زي ما أنت شايفت تراكشن وأنت تراكشن وبخفيف جداً، كيس بدأ يخرج من تحت الرقام والأنقاض، كيس الشماء على المبيض الأيسر، وبدأنا نفك الالتساق ما بين الكيس وما بين الموزوكولون اللي موجود مع القولون والفات اللي هو، الفات دايماً بنقول الأور فريند بتاعنا صديقنا اللي بنستدل بيه، وبنقول إن دايماً لازم يخش ميديا لي، ميديا لي بقى أنت تأكدت إن كنت وديت القولون في مكانه الطبيعي، وبدأ نفك الالتساق ما بين المسانة البولية وما بين الرحم، فبدأت تظهر صورة كانت مختفية لأن الرحم بالكامل مدفون تحت الالتساق، ده جزء ظهر، المفاجأة نكمل، التساقات عميفة جداً، هنا المسانة، إيه دا هنا؟ نص رحم ضامر موجود، اللي اتشخص قبل كده في المرات السابقة، إنه حملة خارج الرحم نتيجة إن رحم ضامر، وكانش مشخص، بالرغم إنها شفت الرحم دا المسكينه دا، الرحم دا غير الرحم القصين، دا تحت الأنقاض، وهنستقصله، لأنه كان كور من الالتساق، أنبوبته مش شغالة لأنه رحم ضامر، شلناه لأنه كان جزء من الألام، وجزء من عملية الالتساقات الموجودة، وتشخص ثلاث مرات قبل كده إنه حملة خارج الرحم، وبتتفتح البطن، ما كنتش هتوصل لده حقيقاً، بدأنا نفك الالتساقات الموجودة، وهيوصل المنظر في الآخر خالص إلى شكل رائع جداً ورائع جداً من عدم موجود الالتساقات، عشان تصل إلى أي قرار داخل الجراحة، لازم يكون عندك مهارة فاك الالتساقات، الحوض المجمد مش بوابع، نستطيع التعامل معه، ولو مش هتتعامل معه، اعرف إنك هتفضل دون مستوى التعامل في أي جراحة، الرحم لو عاوز شيله، لازم تصل إلى فاك الالتساقات، المبيض لو في كيس أو ورم سرطاني، لازم تتعلم فاك الالتساقات، لو الزايدة ملتصقة، وموجودة تحت، لازم تفاك الالتساقات، لو مبيض ملتو وملتف، وفي تورشن، لازم تتعلم فاك الالتساقات، لو فضلت تحت مستوى أو دون مستوى، إن أنا لو دخلت هلاقي مشاكل، طب نعمل لها إيه؟ تتعايش، لأن أنا خايف أخش بالمنزار، لحسن أخش في الأمعاء، وأخرمها، ما أنت طول ما أنت واخد القرار ده، مش هتخش في بطن، وهتفضل تحول كل الحالات اللي بيجي لك، إمتى هتاخد الخطوة والمبادرة؟ إنك تتعامل في قصة تيم، زي ما كنا بنقول، الاسترس على المريض، وعلى الطفل، وإحنا بنربيه، وبنحسن الهيلث دي بيلوبمنت، وبنقول، يبقى في أسرة تقدر تحتويه، الاسترس عليه بيقل، وبيخرج من الموقف ده، وهو معافة، كذلك الطبيب الصغير، أو في بدايته، أو اللي ما عندهش مهارة المناظير، لما بيتعلم المناظير، وفك رؤية حقيقية، والاسترس عنده بيقل، ولو في وسط تيم، تخصصات مختلفة، الاسترس عليه بيقل، لو محتاج تدخل من مسالك بساعده، فبيقل، لو محتاج تدخل من جهاز هضمي، فبيقل، وبتتحرر الحالة بالكامل، غير ان يقول المريضة، ويرفع عندها درجة الاسترس، لو عملت العملية هيحصل لك، وهيحصل لك، وهيحصل لك، وكأنها، لما بتيجي تمضي على كونسنت، كأنها تمضي أوراق للمفتي، انها خلاص، رحلة بلا عودة، هتخش في متاهق كبيرة، وبالتالي، لابد من هنا، ان احنا كمان نختلف، نختلف بمعنى ايه؟ تتغير، تتغير، تتغير زي تشغل على نفسك، ليه؟، والله، ما هتقوم النوم في يوم من الأيام، تبقى جراح شاطر، وانت ما اشتغلتش من البداية، وكتبت في الاسترس، واندر استرس، واشتغلت على نفسك، لأن الله لا يغير ما بيقامل، حتى يغير ما بأنفسهم، غير معتقداتك، وطريقتك، وفكرك، عد المرحلة دي، ما تنكرش لأنك بتشوفه، ينفع تنجح كتير جداً، وتنجح زي كل الصابقين، اللي سبقوك، لأنهم خدوا بأواصل العلم، لأن العلم هو أساس الطب، وبالتالي، بتستخبف علم، وبراكتس، والبراكتس مينز اكسلنس، التعامل والاستمرار في العمل، بيؤدي إلى التمييز والتفوق والرقين، حتى، لما بيدوك شهادات خارجية، بيسموها إيه؟ سنتر أوف اكسلنس، يعني إيه؟ التمييز، من إيه؟ إنك أنت، عشان تيجي تقول، إنك أنت عاوساكم من الأورسيز، سيرتيفيكات، إن أنت ساموان، إنه أنت بتشغل في المجال ده، فبيشوفه عملك، وبيشوفه، إنت قد إيه؟ كنت تداخلت الشغل في المنطقة دي، عشان تقول، بالشغل اندومتوليوزيس، أو بطانية رحم مهاجرة، لا يعني إنك أنت دخلت، شلت كيس ده موين على المبيض، سواء استقصلته، أو استقصلت جزءه، أو استقصلته بالمبيض، الأصل فيه طبعا الحفاظ على المبيض، وخصوصا في فترة لو بنت صغيرة، أو حد بيدور على الإنجاب، طريقة العمل، وطريقة نزعك للكيس اللي على المبيض، بالطرق المختلفة، اللي لازم تكون عارفها تماما، وعارف تبعاتها، وعارف أي آلة اللي تعمل معاها في الجزء ده، وتوصل في الآخر إلى جزء، الديب انفلتريتنج انديمتريوزز، بطريقة نتراحة من المهاجرة المتوغلة، فهتخش فين؟ في الحاجز ما بين الريكتوفاجينل، والبارامتريم في الأجزاء دي، ويتشوفه شغلك، انت واصل إزاي في الباراكوليك، وتخش إزاي في الأجزاء اللي جانب القولون، وجانب المستقيم، وقدرت تتعامل مع الجزء الزايدة، وبقى تقدر تعمل ريسيكشن أنستيموزز، وتستقصى للجزء اللي موجود في القولون أو المستقيم، وتقدر توصل، فهو ده بتنطر راح من المهاجرة، عشان ما نختصرهاش للناس، هتقدر تعيش بيها، مش هتقدر، بتنزف من المستقيم، أنيسة لسه بتكلمني وأنا جاي دلوقتي، بتنزف، بتقولي الدورة الشهرية خرجة من المستقيم، خرجة، طلق ولادة وهي أنيسة، وبينزل كمية الدم غير طبيعية، واحتاروا فيها أطباء أحياناً لجي اي تي، منزار، 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 والمشاكل، وهو الكصة، بيطاني ترحم مهاجرة، أحياناً بتبقى بشعة، هتتعامل زي، هتجي لك أنت، ولو موجودة في الحالة بتتعامل معها زي، بيطاني ترحم المهاجرة لا تختصر في كيس شوكلت، خلاص، قلب به، حد طالب امتياز ممكن يتعامل معها وعرفها، الكصة التانية الجميلة، لما بتقدر تتعامل معها وتخلص منها، الجزء التاني في التوتر بقى، يعني احنا ما اعتقدش ان احنا بنانيف في جزء واحد، لا طبعاً، يعني اعتقد انه يحتاج إلى أجزاء، ده أحياناً الكلام في التوتر بيوتر، يعني عشان كنت أجمع نفسه والكلم في التوتر، انت ابني أوقات من التوتر عشان أبدأ ألم التوتر اللي موجود في صفحيات الكتب، عشان أقدر أستوعبه، وأقوله من غير موتر اللي بيسمع لأنه عنده توتر عاوز يخرج من هذا التوتر، هنكمل جزء التاني له، ولا هيظل في المنظومة، يعني ولا هيدخل معنا في منظومة، احنا دائماً عاوزين نربط الأحداث ببعضها، زي ما انت شايف التوتر بالأورفان ديزيز، بالتعامل، بيرفع قيمة الأمل داخل نفوس البشر، بجد أنا أوصلك المعلومة بشكل حقيقي، بشكل مبسط، بشكل بجد، أنا محتاج طاقة إيجابية عشان أقدر كل يوم أروح الشغل في غرف عمليات، فيها مشاكل متعددة ورهيبة، لبطول مفتوحة 12 و13 مرة، لو ما عنديش الطاقة الإيجابية، أنا مش هعرف أكون إيجابي، لا لي، ولا للتيم، ولا للمريضة، ولا أعرف أتكلم لأن أنا عندي مخاوف، وعملة تزيد، وعملة تهزمني، وعملة تقزمني، وأنا بتعامل مع مريدي، أنا دون مستوى حلمه، وأمله، هو جاي يحلم، وأنا عاوز أكون جزء من حلمه، وأنا بجد موافق إن إحنا نصل إلى ده بشيء من التحديات، وإحنا قابلنها، قابلنها لأن بجد مستخبين في قدرات ربنا، لأن إحنا قدراتنا محدودة، لكن عطاء ربنا غير محدود، وهو طالب منك، آفل يتدبرون، عاوزك، وأتينهم من كل شيء، ونسبباً فأتبع سببك، عايزك، بس تتبع الأسباب، أسباب علم، ولما تعقلها قوي، وخطب أسباب العلم قوي، توكل بقى، اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، لكن يبقى التوتر قصة مسيرة جداً، لأن التوتر موجود مريض إزعل، دكتور، إغضط، مريض إهرب، أهله طنج، كل تخلى، في الآخر مريض إيأس، في الآخر مريض إكره، في الآخر الكل يتدايق، وفي النهاية، محدش يكسب، طبعاً، دكتور سعيد نوار، أنا هاني بيزبق بالفيلم ده، كأننا وأنت في الآخر خالص، واللي حوالينا بيركابوا عربية، ماشينا على الطريق، يا إما أدوز بنزين، وأجري بسرعة، وفي الآخر خالص بيزبقك، بس في الآخر، لقيتك لسه في، أو أنت لقيتني في الإشارة واقف، ما زادنيش غير التوتر والقلق والعصبية، وحد تاني مستمتع برحلته إلى أن يصل، محتاجين، شوية حكمة في حياتنا، أنت نوارتنا، وأنت، دكتور سعيد نوار، فتر خيرك، جمهور تابع، تابعوا دكتور، الضيف العزيز، الأستاذ دكتور سعيد الأخرص، كان في، واحدة من أهم حلقاتنا، على الإطلاق التوتر في المجتمع العربي، والتوتر في المجتمع التطبيق، خليكوا دائماً مع الدكتور، ما تروحش بها حتى، إن كانت الحياة سباقاً، أين النهاية؟ ومع ما نتنافس، هل هناك جائزة للمركز الأول، أم أننا نصل النهاية أسرع بقليل فقط؟ نحن فعلياً نلامس سطح الحياة فقط، لم يخلق البشر للعمل بهذه السرعة، عاجلاً أم آجلاً، سننهار، لمواكبة هذه الحياة المتسارعة، تطلق أجسامنا مواد كيميائية تقوم بتفعيل غددنا القذرية، ترفع من سرعة نبض قلوبنا، وترفع من ضغط دمنا، يدفعنا ذلك إلى أن نطحن أسناننا، ننام بشكل سيء، نرغب الجزاء المليء بالدهون والسكريات، نصاب بالصداع، نشعر بالإجهاد، نتعرض للمرض باستمرار، ونفقد قدراتنا الجنسية، وعلى المدى الطويل، نكون عرضاً لأمراض القلب، فقدان القدرة الجنسية، الحساسية، مرض السكري، مرض الأمعاء، الاكتئاب، القلب، ألم العضلات، وكثير من الأمراض الأخرى، بأسماء يسعب تذكرها لطولها، لنقل أن سيارتين أخذتها نفس المسار، نفس السرعة، أحد السائخين المسترخ الملتزم بالسرعة المحددة، المسرع يقضي رحلاته متوتلاً، في خطر التعرض للقبض من الشرطة والكاميرات، الآخر، لديه المجال للإستمتاع بالرحلة، صحيح أن المسرع يصل للضوء بشكل أسرع، فقط لينتهي بأن يلحق به رجل الملتزم بالسرعة القانونية، هناك مكان واحد يمكن لنا جميعاً أن نستمتع فيه بالحياة بالسرعة الطبيعية، عامل مركبتك كملجأ، وأغلق بابك في عالم السرعة، عندما تنطلق أترك السرعة خلفك، فإذا قتلنا حركة السير، سنخسر دائماً، بالإضافة لذلك، من الممكن أن تكون القيادة متعة إن لم نعامل الحياة كسباق، لذا، خفف من سرعتك، واستمتع بالرحلة، اشتركوا في القناة